اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الشيك الهادئ مع الضغوطات وينجح من جديد في تصدير الضغوط للجهة الاخرى ويقترب خطوة جديدة من حسم لقب الدور الانجليزي يوم الاحد المقبل اما على مستوى الكرة المصرية وتحديدا المرتبطة بالكرة الافريقية فالاهلي يعاود الاستعدادات لمواجهة التراجي التونسي في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا واعلان الكابتن محمود الخطيب رئيس المجلس رئيسا لبعثة الاهلي في هذا النهائي الباحث خلاله المارد الاحمر الى التتويج للقب رقم 12 على مستوى دوري ابطال بينما على الجانب الاخر عاد الزمالك للاستعداد لمواجهة تنهضة بركان في اياب نهائي الكونفدرالية الافريقية بعد الخسارة دهابا بهدفين مقابل هدف واحد رسائل قوية غاضبة من جوزي جوميز مع التأكيد على ضرورة حسم المباراة بشكل مبكر في لقاء الاياب بينما ما زال الجمهور ينتظر ارجوكم عايزين تذكرة ارجوكم عايزين ندعم الجمهور والتذاكر يقال انها ستطرح من جديد بنسبة اخرى خلال الساعات او اليومين على الاقل القادمين اما في الدور المصري الممتاز فقد عاد سموحة للانتصارات على حساب جاره السكندري الاتحاد وتعادل طلاقع الجيش مع الاسماعيلي بينما تستمر الجولة رقم 23 خلال اليومين القادمين تفاصيل كتيرة جدا في حلقة الليلة اللي هينورنا فيها ضيفين الضيف الاول هو من المملكة العربية السعودية المدير التنفيذي لنادي الخليج السعودي اللي بيلعب ضمن صفوفه نجمينة المصري محمد شريف وهنا الكلام على محمد بن عبدالله كحل وبعديها في الفقرة الثانية ينورنا عبدالرحمن مجدي المحلل الرياضي والاعلامي الزميل يلا بينا سريعا نبدأ الماتش أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية في الماتش النهاردة بدأت الجولة رقم 23 من الدوري المصري الممتاز ولعبت مبارتان وكانت النتيجتان كالتالي في مبارات العصرية فاز سموحة بهدفين دون مقابل على الاتحاد السكندري بينما تقدم الإسماعيلي ثم أدرك طلاع الجيش التعدل وانتهت المباراة بهذه النتيجة البداية مع المباراة التانية دي تحديدا اللي شهدت هذا التعدل طلاع الجيش في مواجهة الإسماعيلي بيشارك للمرة الثالثة هذا الموسم محمد عبدالسلام لعب دفاع مودرن فيوتشر المعار إلى طلاع الجيش وتحت قيادة الكابتن عبد الحميد باسيوني حاول الفريق أنه هو يسجل هدفا متقدما ولكن كانت المباراة هادئة بشكل نسبي ومحمد عبدالسلام في أول نص ساعة خرج مستبدلا علشان يحصل تغييرات في التشكيلة ويرجع أحمد عبدالرحمن زولا اللي كان بدأ ناحية الشمال على غير العادة يروح ناحية اليمين لكن بديل محمد عبدالسلام اللي خرج غاضبا من هذا التغيير المبكر محمد هاني اللي نزل كاوينج نجح في أنه هو في نهاية المباراة يصنع هدف التعادل لجودوين شيكا اللي استغلق هذه العرضية من محمد هاني في الديات 72 ده كان هدف التعادل لأنه الهدف الأولاني اللي سجله الإسماعيلي كان في نفس الشوت في الديات 62 عن طريق إريك تراوري اللي سجله أولى أهدافه بقميص الإسماعيلي بعد تمريرة حلوة من عبدالكريم مصطفى وبكلمة حلوة هنا أقصد بيها أنه في مجموعة من التمريرات الجيدة اتعملت في نص الملعب كان الغرض منها فتح صغرة في دفاعات طلاقع الجيش اللي تلاعبت له في الآخر إريك تراوري فدخل مستغلا خطأا في التواصل ما بين عمر طارق وحارس المرمى محمود شعبان أو محمد شعبان فدخل ما بينهم وسجل هدفا بلمسة قوية في شباك محمد شعبان انتهت المباراة في النهاية بهدف لكل فريق علشان يبقى طلاقع الجيش رصيده دلوقتي 29 نقطة في المركز التاسع بـ 21 مباراة أما الإسماعيلي فوصل للنقطة رقم 26 في المركز الـ 12 يواصل جمع النقاط ودي مرحلة مهمة جدا بالنسبة للإسماعيلي اللي كان دايما معتاد أنه ما بيكسبش طلاقع الجيش بالسهولة لأنه دي يمكن ثامن مباراة على التوالي بدون أن يحقق الإسماعيلي التعادل نقطة لكل فريق أما في المباراة السابقة لها ففي درب الإسكندرية مواجهة ما بين سموحة والاتحاد السكندري الاتحاد السكندري في أول مباراة بعد استقالة مدربه الكابتن طارق العشري وعودته إلى تدريب الفريق من جديد استقبل هدفين بواقع هدف في كل شوت الأولاني عن طريق قائد الفريق حسام حسن اللي استلم كرة طولية حلوة قوي من طارق علاء واستلمها من وسط دفاعات الاتحاد السكندري على سدره جوى منطقة الجزاء مضطرفة شوية ناحية اليمين ولف وسدد علشان يبهج هذا المدير الفني الكابتن أحمد دسامي ويتقدم فريق سموحة ما خلصتش النتيجة بالشكل ده لأنه نجح محمد سعيد مكارونا في أنه يسجل الهدف التاني رغم محاولات نسبية من الاتحاد السكندري لإدراك التعادل سموحة سجل حيافة ديها 67 عن طريق مصطفى البدري لكن ألغي الهدف بداعي التسلل وحاول بن يمين بواتنج لعب الاتحاد أن يدرك التعادل لكن هذا اللاعب هو من سجل هدف التعزيز وقتل المباراة محمد سعيد مكارونا كرة من دوكو دودو حلوة قوي برضو من ورد في عتل اتحاد السكندري اللي يجد فادي فريد نفسه منفردا بالمرمة يلعبها ضعيفة لكنها عدت على الأقل من المهدي سليمان علشان تلاقي وهي ماشية بتتهادى محمد سعيد مكارونا رايح يكملها في الشباك ويقتنص سموحة انتصارا بعد خسارة الجولة الماضية أمام زد وبناء على هذا الفوز اللي كان رجل المباراة في حسام حسن زي ما قدامكم سموحة بيعود إلى الانتصارات وانتصار مهم جدا بالنسبة لسموحة لانه وصل للنقطة رقم 34 في المركز الخامس ويواصل الضغط على فرق المربع الذهبي بعد تحسن الانتصارات في المرحلة الحالية بكرة عندنا طبعا متشات أبرزها ان المتصدر بيراميدز بيلتقي مع سيراميكا كليو باترا مساءا بينما في نفس اليوم هيكون فاركو وبلدية المحلة بيلتقيان الداخلية والجونة يبدئان مواجهات غد ضمن الدوري نكمل معاكم ان امبي هيلعب مع مودرن فيوتشر في أولى مواجهات الكابتن طلعت يوسف في مواجهة فريقه السابق امبي اما البنك الاهلي والمصري فيلتقيان ايضا يوم الخميس طيب ده على مستوى متشات الدوري المصري الممتاز النهاردة اما على مستوى الاهلي فكيف يفكر مارسيل كولر في المرحلة الحالية ضمن استعدادات الفريق اللي عادة خلالها الى التدريبات النهاردة الاهلي بيستعد لنهائي دوري ابطال افريقيا قدام التراجي التونسي والخبر الصار بالنسبة للجمهور الاهلاوي سواء اللي هيسافر من هنا او اللي موجود في تونس بالفعل ان المدرجات مفتوحة لمن يريد ان يحضر مجانا على مستوى التذاكر لكن كولر على الجانب الاخر من الناحية الفنية بيفكر في استحاب كل القائمة كل القائمة المتاحة من اللاعبين سواء اللي هيكون لهم دور او اللي هيبقوا على مقاعد البدلاء او حتى اللي هو هناك هيقرر ان هما ما يكونوش موجودين في القائمة الرسمية للمباراة كولر حتى اللاعيبة اللي لسه مش مؤكد ان هما يكونوا جهزين من الناحية البدنية وابرزهم عمر السلية او عبدالقادر بيفكر ان هو ياخدهم معاه برضو هناك علشان يتم تجهيزهم على الاقل لو مش لماتش الزهاب فلماتش الاياب كل الامور محسوبة والاهلي بيخطو خطواته الاخيرة ناحية اللقب رقم 12 في دوري ابطال افريقيا مبارح وانا بتفرج على بعض البرامج التونسية الشقيقة عجبتني انا يعني الحقيقة دي مش محتاجة نقاش ويمكن اصغر واحد او اقرب متابع للكرة عموما بيتفرج على الاهلي هيعرف ان الاهلي خطير خطير بالمعنى الحقيقي يعني السمعة اللي عند الاهلي بتاعت اللي انا سمعتها حتى على مستوى نجوم الكرة التونسية انه هما بيحذروا فريقهم الترجي من الاهلي بجملة حتى لو بنلك الاهلي في خلال المباراة انه مش في يومه اوعى تعتقد ان الماتشي بقى بتاعك فلازم تبقى حذر جدا وانت بتلاعب الاهلي لانه فجأة تمررتين تلاتة الاهلي قرر انه ينتفض شكرا كسبك في ملعبك السمعة دي من ضمن الحاجات اللي بيعتمد عليها الاهلي في مبارياته الافريقية والحقيقة انه دي كمان من ضمن العناصر اللي بتؤدي الى مرحلة ان الاهلي في الادوار الاقصائية مختلف عن الاهلي في الادوار الاولية اللي هي ادوار المجموعات وان كان النسخة الحالية تحديدا الاهلي من بدايتها وحتى نهايتها لم يخسر بل ونادرا مستقبل اهدافا لكن السمعة دي اللي الاهلي عرف يرسخها عبر سنوات افريقية الحقيقة انها دي بتخدم الاهلي جدا حتى في ايام مش الاهلي ظاهر فيها بالشكل الفني المنتظر لانها بتخلي المنافس في حالة رهبة فتشتيت التركيز فبتخليك انت دايما عندك اليد العليا في ضرب المنافسين وتحقيق النتائج الاجابية ما ننتظره هي نتيجة ايجابية في رادس قبل اياب ينتظره جمهور الاهلي لدعم فريقه لحصد اللقب رقم 12 على مستوى دور الابطال طب ماذا عن برنامج الاهلي التدريبي اللي هيكون هناك ومن اول اليومين اللي احنا فيهم لغاية ما الاهلي يسافر تعالى نستعرض ابرز خطوات البرنامج التدريبي قبل ما نعود الى الملف المحلي من جديد الفريق حجز بالفعل فندق في احد الفنادق القريبة من الملعب في رادس وفي نفس الوقت حاول بكل الطرق انه يبعد الفريق عن الاجواء الجماهيرية حفاظا على التركيز هيتدرب الاهلي في القاهرة هنا يوم الاربعاء وهيسافر تونس مساء في نفس اليوم الساعة 8 تحديدا المهندس خالد مرتاجي امين الصندوق هيرافق البعثة اللي بيترقصها زي ما قلتلكم الكابتن محمود الخطيب عشان يساعد في تفاصيل كتيرة تخص طبعا التواصل مع مسؤولي الكاف يوم الخميس مساء الاهلي هيتمرن في ملعب رادس الفرعي يوم الجمعة هيتمرن على الملعب الرئيسي ويعود بعدها مباشرة يوم السبت بعد ما يلعب المباراة الى القاهرة استعدادا لمباراة الاياب بينما اطمأن مرسيل كولر على عبدالقادر وبصحبته الدكتور احمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي في النادي الاهلي عشان يشوف ماشية ازاي عملية التأهيل لكن ما نعلمه ان اللاعب جاهز ولا قلق من جاهزيته في مباراة الذهاب ان شاء الله اللي سفر لها قبل بيعتة الاهلي الكابتن خالد بيبو مدير الكرة والكابتن سامير عدلي المدير الاداري خلال الساعات اللي جاية هيكونوا موجودين بالفعل ان شاء الله في تونس الى مصر من جديد او تحديدا الى الدوري المصري الممتاز من جديد دوري نايل فالنهاردة نجح سموحه في تحقيق الفوز على الاتحاد السكندري حارس المخضرم الهاني سليمان دايما بيكون في الموعد ودايما بيكون لو عندك حسام حسن بيخلص والاسلحة الهجومية بتسجل فعندك حارس بيحميك من اي عودة للمنافس وبالتالي النقاط بتجمع للفريق الازرق زي ما حصل النهاردة قدام الفريق الاخضر كابتن هاني سليمان حارس مرمى سموحه منور الدنيا ازايك؟ حبيبي يا روان لمساء الجمال عليك اخبارك ايه مساء الفل؟ ازاي الفل الحمد لله كله كويس؟ الحمد لله كله تماما الحمد لله عاشمن سمع صوتك ومبروك الفوزة النهاردة ومواصلة التقدم في جدول الترتيب الحمد لله اللي بارك فيك طبعا ثلاثة بونت النهاردة يعني صعبين بالله تفريق محترم نادي الاتحاد مركزه كويس تنادي في جدول الدوري فكنا داخلين للماتش وعارفين ان المباراة صعبة ده يعتبر درب سكنداري زمان تعارف سموحه والاتحاد احنا طلعين من قصارة وهم طلعين من مكسب الدفع كان عندنا اقوى ان احنا لازم نرجع للطريق الصحيح الثاني فالحمد لله حدرنا بشكل كويس واستعدنا بشكل كويس اللعبة النهاردة كانت كلها رجالة وقدرنا ان احنا نخلص الماتش الشوط الاولاني جبنا جون والشوط التاني قدرنا ان احنا نموت الماتش بالجون التاني والحمد لله تلاتة بونتك حطونا في مركز الى حد ما كويس لكن احنا بنسعى ان احنا ان شاء الله نخش من رب بعد سنين شايفين ان هي متاحة في ظل ان كل الفرق ما بين بتوقع نقط ما بين متقربة في جدول الترتيب حاليا كابتان هاني مظبوط كل الفرق قريبة من بعض ومتاحة للجميع يعني انت النهاردة ما تعرفش مين هيكسم مين مين هيخسر من مين الدنيا كلها قريبة اللعبة كلها شبه بعض اللي بيفرغ هي الروح بقى واللي عنده طموح واللي عنده اهداف اكتر هو اللي هيوصل للهدف بتاعه احنا عندنا السنة دي هدف ان احنا ان شاء الله باذن الله نمشي ربنا يكون موفقنا بس وحليفنا التوفيق لان النادي نادي سموها مش نقصه حاجة يعني احنا كفرقة كرة احنا مش نريسنا حاجة النادي فيه كل مكانيات ونادي فيه كل حاجة تساعد اي لعيب كرة انه هو يشتغل بس وانه هو يبقى لعيب كرة بس فان شاء الله باذن الله السنة دي بالجهاز القوي اللي معانا بقية الكابتن ثاني نقدر ان شاء الله ان احنا نفنش باذن الله رابع السنة دي ان شاء الله انتوا على بعض نقطة عموما من المركز الرابع اللي هو الاتحاد السكندري نفسه بعدما عطلتوا النهاردة بتلات نقاط مهمة جدا فكرة انه اللعيبة كلها شبه بعض اللي انت قلتها دي مزعالة اوي لكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب قلنا بس يا كابتن هاني قل لي يا كابتن هاني يقول اللي هو عايزه يقول اللي هو عايزه يقول اي حاجة كابتن حسام حسن مدرب منتخب مصر مش هيجي الهاني سليمان يتكلم او يعلق على كابتن حسام حسن ده مدير فني منتخب اللي هو عايزه صح اوله في الاخر يقول اللي هو عايزه ده يقوله يحي ايه اوله في الاخر فيقول اللي هو عايزه تمام صوتك بس بيروح مني فلو في اي حاجة تغياري ترجع ارجع تاني كده كويس كم فانا طبعا لا مقدرش اعلق على كلام مدير فني المتخب مصر خصوصا كمان ان كابتن حسام واحد من الشخصات ان انا بحبها على مستوى الشخص انا عارف ده كويس فلا لا تعليق طبعا بس هو انا سمعت او قريت النهاردة انه ده ان تعليق رأيي يعني اتقال بعد التصريحات دي انه ده ممكن يبقى بيسبب احباط للعيبة الدوري اللي بيحسوا انه ايه ده احنا بنحاول عشان نروح المنتخب بس الجملة دي معناها ان احنا مهما حاولنا مش هننضمن انا هنا بسألك يا كابتن وحارس مرمى بقى لك سنوات طويلة جدا هل حاجة زي دي كان لك رد فعل انك تتكلم مع اللعيبة انك تشرح معنى الجملة او حسد بان هي قصرت باي شكل او اخر على لعيبة فريقك كابتن هاني مع اتفاقي ان المدرب يقول اللي هو عايزه انا متفاهم جدا المبدأ اللي انت قلته ده بصة كابتن هاني انا متأكد مليون مية ان الكلام متحرر شوية استحالة كابتن حسين يقول مثلا ان اللعيبة ما نتعرفش الباصي استحالة يعني احنا كاللعيبة لا احنا عن نضم للمنتخب عن كفاءة يعني كابتن حسين مش هيختار قيمة تكملة عدد لا طبعا هيختار قيمة عن قناعة ان دول لعيبة كاملا لعيبة لعيبة كبيرة ولعيبة محترمة لكن انا متهيقلي ان في حاجة في الموضوع في تحريف في الكلام انا متهيقلي كده او في فتفضة او في فتفضة مثلا ممكن يكون فيها مبلغة شوية لكن احنا كلنا احنا كلنا ممكن قاعد مع بعض نتكلم نقول ان ده ما بيعرفش ايه ده بيعرف ده مش عارب ايه الكلام الطبيعي اللي بيتقال في الكرة لكن انا ما اعتقدش ان كابتن حسين حسين بالخبرات وبالاسم الكبير ما اعتقدش ان الكلام يبقى زي ما اتفضر للإعلام بالشاكل زي ما اعتقدش طبعا طبعا انا انا واحد من الناس انا كل اهدافي وكل كل حاجة انا بشتغل عليها عشان اقصد لا اعلى حاجة اللي هي منتخب مصر انا باتمرن كويس واشتغل كويس وبحاول انها اتعمل مشارات كويسة اقولي ذا ليه مش عشان عدد مصر وخراج عشان انا في قدامي خصوصا ان المدرب المنتخب يعني حتة الظلم دي بعيدة عنه يعني اي لعيب والد اي امكان بقى هو بيلعب فيه نسنه ايه بتاع ايه هياخده فانا دي الحاجة دي اللي مرعيحاني ان انا بشتغل وبعمل اللي عليها او تايب كل التوفيط ربنا في اختياري او عدم اختياري والله لو اخترت دي حاجة وشرف ليه ان انضم ما اخترتش افضل مكمل وعفضل دائس في شخص وعفضل دائس ومشاطي اني لو جالي في اي لحظة انضمام من المنتخب طبعا انا بسعيد طبعا ربنا يوفقك ان شاء الله ويوفق اي منضم من المنتخب علشان نشوف نتائج كويسها الفترة اللي جاي بإذن الله انا بشكرك جدا كابتن هاني نورتني وشرفتني ومبروك مرة تانية الفوز النهاردة لسموحة على الاتحاد السكندري الهاني سليمان حارس مرمى الفريق السكندري سموحة طيب خلينا نروح الى الزمالك على جانب اخر النهاردة عاد الزمالك الى التدريبات في اول مران بعد مباراة الذهاب في نهاية الكمفدرالية الافريقية فللمران بعض الكواليس ابرزها هي انه في علاج للارهاق العضلي عبر تدريبات استشفائية عملت النهاردة الفقرة التانية كانت تدريبات تأهيلية للعيبة اللي شاركوا سواء الاساسيين او البودلاء والمستبعدين كمان من المواجهة قرر الجهاز الفني بقيادة جوزي جوميز ان اللاعبة اللي لعبه اساسي ياخده راحة من باقي فقرات المران طيب ما تيجوا نستعرض كده تفاصيل يوم اول قبل ما نقول لكم بدأوا بنقاش عمل ازاي جوزي جوميز الموديل الفني للزمالك كان برنامج تأهيلي واستشفائي خاص للعبين تحت قيادة جواو ميجل مدرب الاحمال واعضاء الجهاز المعاون تم تأسيم زي ما قلت لكم التدريب الى جزئين اللي هي على مستوى التأهيل يعني في الجيم ارهاق علاجه والناحية التانية التدريبات التأهيلية جوه ارض الملعب جوزي جوميز ادى راحة للعبين الاساسيين فيما يخص باقي فقرات المران والاكتفاء بالبرنامج التأهيل والاستشفائي علشان ما يبقاش المجهود مضاعف بعد مباراة كانت عصيبة من يومين وتدريب اول يكون كامل فقرر ان اللعب الاساسيين يريحهم مصطفى شلبي احد المصابين الغائبين عن مواجهة الذهاب واللي فيه محاولات حتى وان كانت صعبة ان يلحق متش العودة اتمرن التدريبات التأهيلية بتاعته زي ما هو محطوط له كبرنامج تأهيلي عشان يتم تجهيزه ان يشارك في التدريبات الجامعية في ظل الاصابة اللي بيعاني منها وهي عبارة عن شد في العضلة الضمع مصطفى شلبي عمل بعض التدريبات التأهيلية داخل الملعب علشان يتم تجهيزه وبقول لكم في امل حتى وان كان ضقيلا يعني هو اللاعب الوحيد من مصابي الزمالك اللي ممكن يلعب بريسك بمخاطرة في متش العودة باعتباره ان ورقة مهمة جدا في افكار جوزيجو ميز دمنا قائمة مش ماليانة اوي يعني على مستوى العناصر شيكابالة على جانب اخر قائد الفريق وصل البرنامج التأهيلي والعلاجي وخض مجموعة من التدريبات التأهيلية في الجام تحت قيادة الدكتور محمد اسامة في ظل الاصابة اللي بيعاني منها في العضلة الامامية وبنسبة كبيرة بره مباراة الاياب لكن طبعا جوه الفريق كداعم وقائد على امل ان يرفع الكأس في النهاية الوينش طبعا بره كده كده زي ما انتم عارفين لكن بيخوض البرنامج التأهيلي بافضل شكل ممكن علشان يعالج تابعات جراحة الرباط الصليبي الجهاز الفني بقيادة جوزيجو ميز عملوا برنامج تدريبي خاص لعبدالله السعيد وناصر ماهر ومعاهم سيف فاروق عفر وهم مستبعدون طبعا من قائمة الزمالك الافريقية بسبب عدم القيد لكن ما شاركوش في المران الجماعي وده كان نوع من محاولة ان الفريق يكون مركز العناصر المتاحة بس هي اللي تبقى معايا عشان يركزوا للماتش اللي جاي ده اما اللي مش متاح ومش هيبقى معايا في الماتش اللي جاي ده على الاقل يبعد يتمرن لوحده ببرنامج خاص علشان اكيد هحتاجوا لكن بعد يوم الحد اللي جاي القرار ده جاء لتجهيز السنائي في ظل غيابهما عن المواجهة المقبلة طيب خلينا نرجع الى تونس مرة تانية ومواجهة الاهل والترجي المرتقبة ذهابا وإيابا ومعنا احد نجوم التدريب على مستوى الكرة التونسية الكابتن ماهر الكنزاري المدير الفني السابق للترجي والمدير الفني الحالي للبنزارتي كابتن ماهر اهلا وسهلا بيك منورنا كابتن ماهر اهلا وسهلا معنا المكالمة هنرجع للكابتن ماهر امرة تانية خلال الدقائق اللي جاي لكن جوزيجو ميز رغم الترتيب والتقسيم اللي هو عامله ده اجتمع باللعبين وقال لهم رسالة كانت فيها رسالة غضب ولوم بقى خلصنا الماتش خلصت اتنين واحد جبنا جول ريحنا تعالوا بقى تعالوا بقى تعالوا بقى تعالوا بقى تعالوا لي كده عايزكم في موضوع مش مكسوفين من نفسكم؟ قال لهم كده بنبرة غاضبة تبقى لامكانياتكم والمستوى اللي ظهر عليه المنافس نهضة بركان مش شايفين ان الخسارة دي كانت نتيجة ماينفعش تحصل؟ اه تمام مبسوطين بالعودة وتحسن الفريق في الشوت التاني من المباراة وسجلنا هدفا لكني غاضب جدا من الأخطاء الفردية اللي وقعتم فيها وماينفعش على لاعبين بخبراتكم ان يبقى ده الأداء اللي يظهر في شوت كامل في نهاي كونفدرالية بطولة منتظرة بنبرة غاضبة جدا وكان بياخد في الوقت يعني كده وهو بيتكلم الجملة او الكم رسالة فقرة طويلة مثلا بتستمر لدقتين فالكابتن احمد مجدي على الجانب الآخر المدرب العام والقائم بأعمال المترجم كان بيترجم الرسالة بنفس النبرة الغاضبة عشان يوصلها لللاعبين وده قبل بقى ما يبدأ مرحلة الاستعداد تعالوا نشوف قال ايه جوزي جوميز قال لهم ده بعد الخسارة كان فيه هجوم هجوم قوي يعني قال لهم انه غاضب من الاداء لم يتوقع ان يظهروا بهذا الشكل قال لهم انتو لازم تخجلوا من ضياع الفوز قدام نهضة بركان في لقاء الزهاب وهو انتقل بعدها بقى للحديث عن ان مستوى المنافس ما كانش كويس رغم انه كسبنا ودي حاجة مزع علينا اتكلم كمان شوية على انه كان بينتظر دور اكبر من محمد عواد لكنه لم يفعل ودي مش رسالة وحيدة لعواد لكن كانت رسالة كمان لأفراد اللاعبين منهم حسام عبد المجيد ومنهم كمان على مستوى خط الوسط في الادوار الدفاعية في الشوط الاول من المباراة الى جانب كمان انه تكلم بقى على انه لازم الرد يكون في مباراة الاياب مش بفوز صعب وناخد البطولة لأ احنا لازم نبقى مرتاحين من بداية المباراة ونقتنس الانتصار اللي يريحنا في لقاء الاياب ويتوج الفريق بطلا للكمفيدرالية الافريقية كان في مشكلة النهاردة على مستوى التذاكر بتاعت نهاء الكمفيدرالية الدعوات تحديدا الدعوات بتبقى ما بين درجات مختلفة يعني سواء المقصورة او الدرجة الاولى او اللي هي البي اي بي الكاف النهاردة بعت للزمالك وهم في الاجتماع اللي كان فيه الكابتر احمد سليمان وشريف مونير حسن انه عايزين خمسين في المية من هذه الدعوات الزمالك حاس انه لا ده رقم كبير قوي خمسين في المية منها حصل خلاف واختلاف وخرجت او وفد او مسؤوله الزمالك سابوا الجلسة وبعدها رجعوا تاني اتكلموا فلتهديئة الامور وصلت لخمسة وعشرين في المية للكاف بينما يحصل الزمالك على خمسة وسبعين في المية كان فيه نقطة خلاف تانية وهي انه المدرجات اللي هيقعد فيها جمهور المغرب الشقيق اللي هيجي او اللي موجود لدعم فريق نهضة بركان ايه بقى المشكلة؟ كانوا عايزين يقعدوا الجمهور المغربي في الدرجة الاولى تحت وعلشان نوع من التأمين يسيبوا لهم كمان الدرجة الاولى فوق فارغة علشان ما يبقاش فيه اي اقتراب ما بين الجمهور المصري والجمهور المغربي وده كانوا من التأمين ده بعيدا عن الكاف لكن الزمالك قال طب ما تيجوا نحل الموضوع بحل مختلف بدل ما نفقد المدرجات اللي فوق دي ما تيجي نخلي جمهور نهضة بركاني يكون موجود فوق وجمهور الزمالك بالتالي يبقى متاح ليه انه يكون موجود في الدرجة الاولى تحت وكده كده مش هيكون في تواصل بالنظر لانه لو فيه قلق امني بيبقى من اللي فوق على اللي تحت مش من اللي تحت على اللي فوق فيستغل الزمالك المدرجات دي كانت نقطة نقاش ستحصم خلال الهيام اللي جاية ما قد يكون بيدعو للتفاقل على مستوى الرسالة اللي بتجيلي من كل زمال كوية مصر تقريباً عايزين تذاكر عايزين تذاكر انه في خلال اليومين اللي جايين ممكن بحد اقصى يوم الخميس تطرح تذاكر جديدة للجمهور من خلال شركة تذكرتي بحسب ما قال لنا بعض المسؤولين في مجلس ادارة نادي الزمالك المتبقية هي مش كتيرة لكن متبقي عذب من التذاكر قد يطرح للجمهور في اليومين المقبلين معانا على التليفون من تونس من جديد الكابتن ماهر الكنزاري المدير الفني لفريق البنزرتي التونسي كابتن ماهر أهداً وسهلاً بيك منورنا كابتن ماهر أهداً وسهلاً عليكم السلام احنا بخير ويا رب انت كمان تكون كويس يعني الترجي ربما ما بين ما كنت تقوده وصولاً لهذه المرحلة خاض فترات طويلة من التغييرات على مستوى القوائم على مستوى المستوى الفني على مستوى النجاحات الافريقية او الابتعاد عن التتويجات والان هو في المباراة النهائية في مواجهة الاهلي كيف ترى هذه المواجهة كابتن ماهر؟ الاكتب المواجهة الفياق نطاعها نهائي كأس الابطال بين تاريخين كبار في تاريخية معناتها من اكبر الفراخ الموجودة على السياحة الافريقية المباراة تقريبين كورة القدم التوصية وكورة القدم الوصية معناتها طوال السنوات الكل معناتها من بداية اللي نحن ازغيرين يعني دائماً المبارايات اللي يكون فيها تغرف مرسل تغرف ستوصي تكون مبارايات شيقة نعم تكون مبارايات مفتوحة تكون مبارايات شيقة جميع الاحتمالات واردة والاحتمالات يعني تكون وليدة المكان والزمان في التوقيت المعين انت على المبارايات يعني لحكاية انك تآهل فريق على فريق او تكون هذا الفريق عنده الاسباقية على فريق ناني ما اعتقدش انها تكون موجودة في مثل هذه المبارايات خصوصا بين الاهلي والتراجي نعم ماذا يميز التراجي في المرحلة الحالية او النقاط اللي ممكن يكون بيعتمد عليها الفريق لقنص لقب غائب منذ ربما ست سنوات نعم يميز التراجي تراجي مجموعة محترمة مجموعة طريبة في لاعبين ممتازين كيف وكيف الندي الاهلي يعني عنده نفس المقاومات الفريقين الاسنين فريقين كبار التفاصيل اكيد اه اه الناس الكل تعرفهم اللاعبين اه المفاتيح انت الفريقين معروفين اللاعبين اللاعبين الممتازين انت الفريقين معروفين نقاط خوط الفريقين معروفين اه بشكون مواجهة يعني مفتوحة معنا الحقيقة تم معناك على جميع المستويات ولا اي انسان يقدر يتكاهن بالطرف الفائز قبل المباريات قبل ما يسيروا المبارتين الاثنين المباراة الاولى بشكون فائعة خمسين في الممية من التراجح والمباراة الثانية تلعب فائعة خمسين في الممية من التراجح تراجي وانتها بمعنويات محترمة بمعنويات مرتفعة خارج من المبارتين محترمين جدا جدا مع سانداونز يعني في المسابقة الافريقية تراجي ارقامه تأهله انه يطمح يفوظ على النادي الاهلي وان شاء الله يحقق اللقب نعم على ذكر مواجهتي سانداونز كابتن ماهر يعني في المبارتين فاز التراجي وفي المبارتين ميجيل كاردوزو اعتمد على فكرة التأمين الدفاعي والمرتدات اللي بيها اقتنص الانتصار في المواجهتين هل تتوقع انه بنفس النمط ده يواجه الاهلي تحت قيادة كولر في رادس ام تتوقع تغييرا في اسلوب اللعب والله يشوف هو الاكيد المدرب حسب نقاط قوته هو قبل كل شيء وحسب نقاط قوته ضاعف الفريق المنافس نعتقد ان مواجهة فريق سانداونز ما نعتقدش انها بشقاع بسكون هي نفس يعني استراتيجي انتها مواجهة سانداونز ما نعتقدش كون هي نفس استراتيجي انك تواجه النادي الاهلي فريقين مختلفين تماما وطرق اللعب انتها الفريقين ما همش نفس طرق اللعب اكيد التراجع عنده اسلحتهم ندي الاهلي عنده اسلحتهم وبشكون ان شاء الله مباراة حماسية وان شاء الله مباراة مبتازة روح رياضي ان شاء الله تكون موجودة كما كانت دائما موجودة في تونس وفي منصر وهذا يعني اتبقى عن كما قد تتائما صعب وحتى فريق ما يقول انه عنده اسبقية حتى مبعد المباراة اللعب المباراة اللعب المباراة اللعب بشكون وهالفترين كما نقوله المباراة الثانية اللي بشتأكد فوز الفريق هذا او هذا نعم ونبارك للأهلي في النهاية نبارك للتجاجي انتم فونسو العام السنة الفاكتر خلونا نحنا بجنلكم السنة الفاكتر خدناها السهلي باتسبوها لنا السناني خدنا نبارك كل الزمالكي انهم بعد علينا خدوا مصري خدوا الزمالك ماصل انت مش عارف احنا عايزين السوبر الافريقي مصري ده اللي احنا عايزينه خدوا الكاف وطن الشامبين طب ماتسبولنا السوبر الافريقي يبقى عندنا دوري ابطال وكمفدرالية وناخد السوبر كمان الله كريم مش متكل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اخيرا يعني كصاحب تجربة ايضا مع المنتخب التونسي كابتن ماهر كيف ترى هذه المرحلة للمنتخب التونسي على مستوى الاستعدادات في الفترة المقبلة لعودة تصفيات كأس العالم او على مستوى حتى المشاركة في بطولة امم افريقيا في النسخة المقبلة انا اكيد نحن على مستوى المنتخبات الهدف الاساسي حاليا هو ترشد الكأس العالم يعني فيه مباركين في شهر جون جون ان شاء الله هنكون رجالين لهم كنا ينبغي اعتقد فنيا والمجموعة اللي نحن موجودين فان شاء الله عنا امكانيات عنا عنا اننا نترشق الكأس العالم وذاك دائما يبقى الهدف الاساسي كأس العالم ان شاء الله اكيد الترشح ماهوش ماهوش هدف كبير لاننا نترشق ضمن تصريحات الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخبنا الوطني كان كلام عن عمر مرموش والكلام عن عمر مرموش كان فيه اطار مفاجئ بالنسبة لنا انه اللاعب قد لا يتواجد في معسكر يونيو بسبب انه هيجري جراحة قال الكابتن حسام حسن انه يعد يكون فيه اصبعه احنا ما نعلمه والكابتن ابراهيم حسن قال له حقا انه بيحاول انه يعمل تواصل جديد علشان عمر يكون موجود معانا في المعسكر ويؤجد العملية ويعمل العملية بعدها علشان بما انه لسه يكون لسه فيه فترة بري سيزون طويلة ما نعلمه هو انه عمر مرموش هيجري الجراحة بالفعل يوم 20 من هذا الشهر 20 مايو ده بعد يومين بالضبط من انتهاء آخر مباراة لانترخت فرانكفورت الفريق اللي بيلعب له نجمنا المصري المحترف في صفوف الفريق الألماني وليه لازم يعملها هيعمل الجراحة في هذا اليوم تحديدا لانه بحسب ما نعلمه ويقال بحسب مصادرنا انها مش في الاصبع قد ما في الكف عموما وانها بتستدعي غيابا طبعا مش هيغيب كله عن التدريبات هيعرف يتمرن عادي لكن هتستدعي ابتعاد لليد يعني عن اي تجربة تدريبية في الفترة من ستة إلى ثمانية أسابيع وده اللي مخلي فيه استعجال من نادي انترخت فرانكفورت وصعوبة في تأجيل الموضوع عشرة أيام أخرى خلال التوقف الدولي ليه؟ لأنه عمر مرموش هو أحد اللاعبين اللي عليها الأنظار الأوروبية بقوة ما بين دوري إسباني ما بين دوري إنجليزي ما بين دوري ألماني كمان وبالتالي هو محطة أنظار وبالتالي في نظر انترخت فرانكفورت جاهزية اللاعب مهمة جدا لأنها كمان قد تأتي في إطار الاستثمار مش بس في فكرة تجهيز اللاعب للاستعداد للموسم اللي جاي وده السبب وراء إن استنوا الدوري يخلص وتاني يوم يعدي تالت يوم يتمرن أو يعمل الجراحة اللاعب وبالتالي ما أنا علامه هي إن فيه صعوبة أن يلحق عمر مرموش بمعسكر المنتخب وأنا بس لو على النقطة دي بس يعني مش عايزين يبقى فيه إحساس إنه اللاعبين بيتم تصدرهم للجمهور في صورة إنه انت زي ما بتحبش المنتخب لأنه في الآخر اللاعب ما بيحسبهاش كده في ظل ارتباطات وعلاقات تعقدية وأمور ليه علاقة بالمفاوضات وليه علاقة بالبري سيزن فمش أي تصرف أو رد فعل من اللاعب معناها إنه المنتخب مش أولوية بالنسبة له ده أنا بقوله علشان إحنا كلنا شايفين إن المنتخب رقم واحد وعايزين نجاحه نجاحه هيجي من نجاح العناصر اللي فيه كمان والعلاقات اللي بتقود إلى تطور المنتخب دي مهم جدا الحفاظ عليها وتاني مش كل الناس يا كابتن حسام ويا كابتن إبراهيم حسام وإبراهيم يعني لازم تبقوا أنتو وانتو بتتعاملوا مع المشهد إنه مش كل الناس هيكونوا حسام وإبراهيم لأن انتو ممتازين بالنسبة لنا في النقطة دي لكن مش شرط إنه الصح المطلق هو حسام وإبراهيم في الأمور اللي زي دي فبالتالي يجب نوسع الأفق وقت التعامل سواء مع الأندية أو مع الاتحاد أو مع اللاعبين وفي الآخر دي الظروف وهيا بنا نتعامل معها طيب أخيرا وقبل الفاصل المباراة كام كام دلوقتي لسه 1-0 بقى لـ 2-0 لمانشستر سيتي إيرلينج هالند سجل الجول التاني من ضرب الجزاء الحاكم حسب من شوية 10 دقيقة وقت محتسب بدل ضائع ضربة الجزاء حصل عليها البديل دوكو في ديئة 90 بعد عرقالة من بيدرو بورو هنلعب في ديئة 5 من العشر دقيقة المحتسبة ديبروين وإيدرسن خرجوا حارس المرمى كمان بسبب الإصابة ديبروين تقلم كثيرا إيدرسن واضح أنه خرج غاضبا بعد التبديل دوكو نزل مكان ديبروينة وأورتيجا نزل مكان إيدرسن سون في ديئة 85 قبل الجول التاني لمنشستر سيتي أهدر انفرادا كاملا بالمرمى وشايف يعني على مواقع التواصل الاجتماعي جمهور أرسنل يعني بيصب وابل الغضب على النجم الكوري بسبب الفرصة اللي أهدرها اللي كادت تعيد جدا أرسنل إلى الحسابات ولكن بالنتيجة الراهنة واللي واضح أنها تخلص بيها المباراة فمنشستر سيتي هيرتقي نقطتين فوق أرسنل قبل الختام يوم الأحد اللي جاي بيقولي بقى الختام ده بيقولي أن مانشستر سيتي هيلعب مع وستهام في ملعب الاتحاد وفي نفس التوقيت هيلعب أرسنل قدام إيفرتون فهل بتحويل أرسنل الأمل أنه يكسب إيفرتون والأمل أنه وستهام يوقع مانشستر سيتي ده هيحصل ولا تواصل كتيبة جورديولا الانتصارات وتتوج يومها ببطولة الدوري الإنجليزي من جديد وكما عصبوا جدا ليبر بول من سنتين يعصبوا جدا جمهور أرسنل المنتمني أن يحصل أي جديد عموما دي كانت أخبارنا عندنا أخبار تانية كتير جدا هنقولها خلال فقرتين الفقرة اللي بعد اللي جاي عبد الرحمن مجدي هينورنا وهيتكلم عن المنتخب وعن الدوري الإنجليزي لكن الفقرة المقبلة بعد الفاصل هينورنا الأستاذ محمد بن عبد الله الكحل المدير التنفيذي لنادي الخليج السعودي فبعد الفاصل نلتقي هليكم معنا أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية في الماتش طبعا نادي الخليج قد يكون فيه اهتمام كبير بيه باعتبار أن فيه ناس كتير أو من المصريين بيتابعوا الدوري السعودي بشكل عام لكن الخليج بشكل خاص باعتبار أنه بيضم أحد لعبين المصريين اللي عادوا من جديد إلى المشاركة مع المنتخب الوطني وهو محمد شريف الخليج عموما هو ضمن منظومة كروية في المملكة العربية السعودية بتخوض مرحلة تطور ضمن الاستعدادات كمان لصورة أبعد وهي تنظيم بطولة كأس العالم على مستوى المنتخبات خلال السنوات العشر المقبلة ففرصة بما أنه موجود هنا في مصر محمد عبدالله الكحل المدير التنفيذي لفريق الكرة في الخليج قلنا ينورنا وقد قبل الدعوة أهلا وسهلا كابتن عبدالله أهلا وسهلا كابتن أخبارك إيه؟ الحمد لله بخير منور مصر حبيبي منورة بحلها والله العظيم والله منورة بيك وأخبار الدبلوما إيه بتاعت الفيفا؟ الحمد لله ماشية إن شاء الله على آخر تلتة أيام ونخلص منها ونبدأ إن شاء الله التجهيز للمشروع التخرج اللي بيكون إن شاء الله بعد أسبوعين العرض بيكون بإذن الله حفل التخرج بعد أسبوعين من الآن مفيدة الدبلوما دي لإني شفت خلال السنوات اللي فاتت عناصر من جنسيات مختلفة بشكل منتظم بتكون موجودة فعلا مفيدة كثير صراحة بالنسبة لي أنا كانت نوليج جدا عالية معارفة التواصل والكومونيكيشن مع الناس اللي موجودة من مختلف الدول العربية السعوديين من الزملاء أيضا من دولة قطر ومن العراق ومن السودان فكان يعني التواصل مع هذه الشخصيات هو فعلا أحد أسباب يعني نجاح الرياضيين صراحة يكون في العلاقات العلاقات مع دول الناس من مختلف الدول يديك صراحة حاجة تطور على مستوى الفكر وعلى مستوى التقدم في شغلك يعني بشكل عام صح؟ صحيح عرفت إن مشروع التخرج بتاعك كنت وانا يعني في خلال البحث في الساعات اللي فاتت اسمه نفس وده بحسب ما قرأنا بيتكلم عن الحالة النفسية لللاعبين وأهميتها وتأثيرها على مستوى اللاعبين صحيح من ناحية الفنية بقى تكلمني عن الفكرة وإيه الغرض أو الهدف من الوصول أو للوصول لي الفكرة طبعا هي جات من بعض المشاكل اللي احنا نلمسها في النادي أنت عارف اليوم الأندية الرياضية خصوصا يعني بالسعودية أو أبتكلم عشان أني أنا من السعودية أصبحت استثمار عالي جدا لابد من خلق بيئة احترافية بالكامل سواء عن الأمور الفنية أو الأمور اللوجستية أو الأمور حتى النفسية للناس اللي بتعيش داخل النادي الكل يمر بأوقات صعبة الكل يمر بمشاكل الكل يمر ببعض الظروف دي الظروف حتأثر على الاستثمار في النادي منها إحنا قبنا الفكرة عشان إحنا نحل الآزمات اللي بتصير في النادي للعيبة للموظفين لأي منتسب للنادي كانت أحد الأفكار هي مثلا أنا ممكن أقول لك مثال عشان يبين شوي المشروع أحد المرات كان في أحد الأطفال قيل الإدارة بيسأل عن فين مدير النادي مثلا فين الإدارة عاوز أتكلم معاه 8 سنوات الطفلي ده كان خايف من حاجة وخايف أمه تعرف هي الأم في البيت بتعلم الولد مثلا أنه فيه المناطق الحساسة دي خطة أحمر محدش نمسها غير الماما والدكتور في العلاج مزبوط فأحنا عندنا في رياضة تعرفت لما أحل يسق القول ولا شيء من باب الحماس من يضرب على قاعة من البيهات الأحيان بتحصل فالطفلي كان خايف وقتها أنه ماما تعرف أنه ده حصل وهو بيلعب كورة أيوة فثلاث أسابيع كان بيدور حد في النادي بيقول له ترى أنا حصل معايا كده وخايف ماما تعرف وما تخليني أجي النادي فأنت كيف تجي تشرح له هذا الطفل أنه فعلا الحركة دي برا النادي مش كويسة بس جوه النادي كويسة أحيانا في إطار اللعب والتشكيع والدعم والتحفيز بتحصل تمام مفهوم فكان جدا جدا مرتبك وخايف ثمان سنوات يدور حد يتكلم معاه ده ممكن تخسر رياضي صغير المستقبل بسبب شيء بسيط حلناها مع المدرب بأنه إحنا بلاش نعمل الحركة دي خلينا نغير إلى حركة تانية بحيث تناسب العمر ده ويكون الموضوع عادي جدا لما البيت يعلموك أنه الشي ده غلط أيضا في النادي الشي ده غلط أيضا في المدرسة الشي ده غلط فتكلمت مع المدرب وقتها وقلت له يعني مثلا لو أحد سجل جول أو جاب نقطة في السلة أو في الطارة نخليها الحركة دي بتضبط دي ونغير من أسنوه صح لأنه كمان في المرحلة العمرية دي أنت بتاخد المعلومة من أهلك وبتطبقها على كل المستويات ما بتعرفش تفرق صحيح فهنا بقى جات لكم فكرة أن الواحد محتاج ينفس يتكلم يتكلم أحد بحيث أنه هو يطلع في جواته فيؤثر بالتبعية بالإيجاب على أداء الرياضي إحنا هنا في مصر شايفين بأرقام محمد شريف لعبكم النصري أنه قد يكون نفسيا مش في أفضل الحالات بالنظر لأن كنت بتكلم مع وكيل أعماله من فترة هنا في البرنامج وبقوله على المستوى بتاعه قال لي أن الفريق ربما أداءه دفاعي أكتر فده مؤثر سلبا على أرقام محمد شريف الهجومية لا يبقى أعتقد مساجل ستة أهداف حتى الآن فهل دي نقطة أنتوا حسنها أو إزاي بتتعاملوا معها كلاعب تم التعاقد معاه قبل بداية الموسم من الدور المصري لدعم الفريق على مستوى الهجوم فعلا كابتن محمد ما شاء الله عليه من اللاعبين الملتزمين في الفريق من اللاعبين اللي بيجتهدوا بحيث أنه يطلع بالمستوى اللي هو قائع عشان يمثله من المهاجمين المصريين اللي لعبوا في الدور السعودي لكن أنا أعتقد أنه هو بعض الأحيان اللاعب يحتاج إلى حظ للتسجيل يعني في الدور السعودي لو إحنا قاررنا مش بس محمد مثلا الكابتن محمد أحد المهاجمين اللي استقطبوا في الدور السعودي ولن أقول أنه ما نجح مثلا في التسجيل ولكن ستة أهداف هي حصيلة تعتبر كويسة ولكن النادي يطمح لأكبر من العدد لو نظرنا أيضا إلى مثلا بنزيمة في الاتحاد ممكن عنده نفس المشكلة في قلة التهديف لو نظرنا إلى فرمينه في الأهلي فرمينه سقل تقريبا ثلاث أهداف في بداية الموسم وصام تقريبا أكثر من عاشرة إلى 12 مباراة فأعتقد ممكن الدور السعودي والنقلة اللي صارت في الدوري أثرت على بعض اللعيبة اللي جايين من الخارج فمش معنى أنه اليوم أنا ما سجلت العدد المطلوب مني معنى أنه أنا فيني مشكلة أو عندي مشكلة لا بالعكس كابتن محمد يعني أنا أشوف أنه مستقبله كبير ولسه عمره صغير يعني مش مثل الناس اللي أنا ذكرتهم ما فهم عقده بحسب وقت الإعلان قادما من الأهلي إلى الخليج بيمتد سنتين وبالتالي في سنة مقبلة بقية في عقده هل في تفكير بخصوص مستقبله ما بين الاستمرار أو أنه حاليا في عروض بتوصل اللي ينضم لفريق آخر طبعا أكيد إحنا اليوم عقدنا مع الكابتن محمد سنتين وما في أي كلام لإنهاء العقد ولا لتغيير العقد بالعكس دي آراء فنية إحنا مننتظر نهاية الموسم بيجتمع لجنة المشرفة على كرة القدم مع رئيس النادي مع المدرب المدير الفني وهم بيحللوا بعض المعلومات ويختاروا إما مثلا أكمال الفريق بالعناصر الموجودة أو تغيير بعض العناصر بيكلها أمور فنية بحتية تمام بيدرو إيمانويل ده اللي كم دايق محمد شريف شايف أنه أفكاره دفاعية ومش مناسبة قوي ليه فمؤثرة على أدائه هل دي نقطة تكلمتوا فيها على كأفكار بالنسبة للإدارة التنفيذية للفريق؟ فإلا أنا شخصيا تكلمت كتير مع محمد وحتى كنت بصور له بعض الجماهير المصرية وهي بتتكلم من محمد في مصر محمد كابتن كبير وإحنا زي ما أنا قلت لك ممكن تأقلم محمد شريف خلال الفترة القادمة يكون أفضل من الفترة اللي راحت بحكم أنه بعض اللاعبين بيتغير عليه الجو بيتغير عليه البلد المكان بعده عن دولة مصر السعودية ما بتأثرش السعودية دي نحن آخر الشارع يعني بالنسبة للمصريين السعودية دي أهي يعني ما أعتقدش أنها من الواحد يحس فيها بالغربة صحيح صحيح فهذا اللي حاصل إن شاء الله إحنا على نهاية موسم بينا ثلاث مباريات ممكن نشوف محمد شريف في الثلاث مباريات الجاية يبدع ويسجل وإن شاء الله نهاية الموسم يكون فيه اجتماع معه وطبعا مصلحة أو سعره يعلى أيو مصلحة دي نحن على طاولة واحدة إن شاء الله ما نختلف مع الكابتن محمد هل بدأ يجالكم مع عروض وصلت لمحمد شريف ولا لسه حاليا أنا ما أعرف أي المعلومة صراحة لأنها مع قسم الاحتراف في الناجر من ضمن بنود التعاقد مع الأهلي إنه لا يحق للعب العودة إلى مصر إلا من بوابة الأهلي صراحة أجهل المعلومة تجهل المعلومة ما حصلش تواصل مباشر أو غير مباشر من أندية أخرى غير الأهلي لضم محمد شريف لا لا ما حصلش بشكل رسمي لم يحدث أو على مستوى وكلاء لعبين لا ما حصلش أنا أشوف الوقت لسه يعني باجي ثلاث مباريات تمام ممكن بعد المباريات يصير التواصل اللي أنت تسأل عنه ولكن حاليا لا المباريات اللي جاي للخليج مع الاتحاد أعتقد مع الاتحاد إن شاء الله يوم الخميس فنشوف بقى بنزمة في مواجهة محمد شريف بالتوفيق يا شريف إن شاء الله المدير التنفيذي لفريق الكرة اختصاصاته كابتن عبدال هي طبعا استركشور هيكلة إدارية يعني عملتها وزارة الرياضة في ظل حوكمة الأندية بتواجد سلم أو استركشور مواضح لجميع الأندية خصوصا في كرة القدم تمام فكانت الوظيفة اللي أنت ذكرتها الآن اللي المدير التنفيذي لكرة القدم استحديثت قبل ثلاث مواسم تقريبا تمام وكانت من أهم ملفات حوكمة الأندية أن يتواجد رئيس تنفيذي أو مدير تنفيذي للفريق ويجي لبعده مثلا مدير الفريق والإداريين والمدير الفني والأخصائيين والعلاق الطبيعي وبعدها اللاعبين فهي مجرد ترتيب يعني الورجانيزيشن الخاصة بالأندية نعم أنت كمدير تنفيذي ضمن مشروع تطور عموما حاصل في الكرة السعودية شايف إزاي التطور اللي حاصل وشايف إزاي النقلة اللي حصلت في الكرة السعودية مش بس بتكلم على التعاقد لكن على مستوى الهيكلة كمان حقيقة يعني تطور كبير حاصل في الكرة السعودية وملحوظ طبعا نحن قاعدين نشوف اليوم لجنة الاستقطابات لللاعبين الكبار قاعدين نشوف حوكمة الأندية بتعمل بدرجة احترافية كاملة قاعدين نشوف البطولات الداخلية اللي في المملكة العربية السعودية مثل الأولمبياد السعودية اللي بتهيئ اللعيبة لمستقبل الكرة السعودية ولمستقبل الإلعاب السعودية ده كله مربوط برؤية رؤية سيلي ومولاي الأمير محمد بن سلمان وهي رؤية عشرين ثلاثين وهذا يخدم إن شاء الله استضافة كاس آسيا وأيضا يخدم إن شاء الله ملف استضافة كاس العالم مزبوط وده الهدف الأكبر يمكن في خدال السنوات المقبلة اللي يمكن من أجله كل ده بيتعامل دلوقتي مزبوط أنتو كفريق الخليج ضمن التطور اللي حاصل في أندية تابعة لصندوق الاستثمار السعودي وبالتالي كان لها دعم كبير على مستوى التعاقدات صحيح وسمعت أنا أنا بتفرج على برامجكم طول الوقت يعني سمعت زعل وغضب ما بين الجماهير والمسؤولين في الأندية الأخرى من فكرة عدم التكافق وإنه ليه الهلال رايح لفوق كده والاتحاد فوق قوي والنصر والأهلي بينما إحنا مظلومين بسبب المقارنة المعقودة ما بين الإمكانيات المتوفرة هنا واللي مش متوفرة هنا بتتعاملوا إزاي مع المشهد ده؟ طبعا هي مرحلة جديدة في الدور السعودي وفي الكرة السعودية لابد من وجود بعض الأخطاء لابد من وجود بعض الانتقادات ولكن شخصيا أراها تجربة ممكن أن تتطور خلال الموسم القادم كنسخة ثانية استثنائية من الدور السعودي ويبدأ العمل على أن تكون الفرق جميعها شبه متكافئة لن أقول أنها ستكون جميعها متكافئة لأنه اليوم الأربع الأندية الكبار مملكين لدى صندوق الاستثمار السعودي أكيد سيكون عندهم الميزانيات عالية أعلى من الفرق الموجودة في منتصف الدوري أو في مؤخرة الدوري ولكن في اجتماعات وفي مؤتمر حصل قبل تقريبا أسبوع من وزارة الرياضة وتكلمت الوزارة بأن فيه لجان تعمل اليوم على تطوير الكرة السعودية وتلافي كل الأخطاء اللي صارت في الموسم الماضي بحيث أنها تكون الميزانيات معقولة للأندية ويتم العمل عليها في استقطاب اللاعب يعني مثلا ديوم نتكلم عن نادي مثل نادي الخليج أنا أتكلم عن النادي اللي أنا فيه الموسم الماضي كان أول ظهور لنا في دوري روشن في النسخة الاستثنائية حصلنا على دعم ولكن الدعم لم يوازي الفرق اللي كانت في وسط الدوري ولا الفرق اللي كانت مملوكة من صندوق يعني يقول فرق الصندوق مش هنحط نفسنا في مقارنة معه بس لو هنقرم مع الفرق التانية فبرضو أنت حستوا أنتوا أقل منهم في الدعم لأن هي كانت حسب المراكز اللي أنت نهيت فيها الدوري مفهوم فإحنا نتطلع أن يكون الدعم في الموسم القادم يوازي أو يواكب التطور اللي حاصل في الكرة السعودية بحيث أن احنا ما نعمل جاب كبير بين الفرق اللي موجودة في المقدمة والفرق المتبقية في الدوري ملاحظين احنا الجاب الكبير ده على مستوى النتائج في الهلال عن باقي الفرق يعني حتى بما فيهم الفرق النصر والاتحاد وإن كان النصر قريب نسبياً لكن الهلال من بدري حسم بطولة الدوري حتى قبل خمس جولات تقريباً من ختام المسابقة بتشوفوا ده إزاي؟ هل هو بسبب تنظيم أو كفاءات أعلى؟ ولا لدعم أكبر حصل عليه الزعيم؟ أعتقد الاستقرار الإداري في نادي الهلال هو أحد أهم أسباب تفوقه في هذا الموسم الجميع يشهد احترافية نادي الهلال في التعامل مع كرة القادمة أتكلم أعتقد للفترة السابقة أيضاً ممكن نادي الاتحاد ونادي الأهلي كان عندهم شوية ظروف إدارية أيضاً نادي النصر قبل أسبوعين سمعنا استقالة الرئيس الأخ مسلئة المعمر فأنا شخصياً أقيمها هي عمل إداري والله هو عمل إداري كل ما كان العمل الإداري مستقر في النادي رح تلقى نتائج إيجابية في جميع الألعاب في النادي مفهوم القار الاتفاق واضح أنه دعمه أكتر من دعمكم؟ هو خلص طبعاً الدوري أعلى منه يعني استيبن جيررد واللعيبة بقى اللي في نص الملعب كان هندرسن قبل ما يمشي صحيح أسماء تقيلة يعني انضمت بعكس فريقكم الخليجي يعني في الأخبار في الفترة السابقة طلعت في طلعة التصاريح طبعاً أنه الاتفاق باع لعيبة على أندية كبرى مثل الاتحاد عنده هو خلص الدوري أعلى من النادي الخليج في سلم الترتيب فأكيد كان دعم أكبر من الخليج الموسم اللي فات أيوة وهذا اللي احنا نعرفه يعني اللي يظهر المعلومات من الإعلام التنافس بينكم بقى كجارين بتشوفوه بشكل مختلف عن باقي الفرق؟ صحيح أكيد تنافس بس طبعاً تنافس أخوي الاتفاق فريق عريق جداً تربطنا علاقة قوية جداً بنا للاتفاق بإدارتنا للاتفاق سواء الإدارة السابقة أو الإدارة الحالية والتنافس زي ما احنا نعرف في المستطيل الأخضر فقط ولكن برا المستطيل الأخضر كلنا حبايب كلنا هالمنطقة الاتفاق كسب الاتحاد من كام يوم 5 صفر نتيجة كبيرة قوي هي ربما من أهم أسباب وضع النقطة في علاقة الاتحاد مع جايردو بحسب ما بتؤكد التقارير السعودية أنه هيرحل بنهاية هذا الموسم عن فريق النمور اللي بيلعب ضمن صفوفه أحمد حجازي أحمد حجازي يعني أنا رحت السعودية وشفت قد إيه جمهور للتحاد بيقدر وجود أحمد حجازي بين صفوفه أحمد حجازي يعني صراحة عقلية محترف صراحة مقاتل مجاهد في الملعب بيلعب بروح قائد فريق يعني كابتانه من الدرجة الأولى أنا أعتبره فهذا الشيء يصنع شخصية لاعب في الدوري صراحة إذا نصح الكلام بمغادرة حجازي من الاتحاد فهي خسارة على النال الاتحادي ولكن أتمنى أن أراه في أحد الأندية السعودية السعودية فين؟ يمكن معنا هتقدروا على فلوسه؟ إن شاء الله يعني في الاتحاد ممكن يجي الخير ونشوف الخليج ممكن مع الدعم اللي جاي أنتوا مركز عاشر دلوقتي في الدولي من 18 فريق صحيح هاي يعني فيها كم مليون كويسين صحيح نعم فممكن تدفعوا راتب أحمد حجازي ولا صعب؟ هيخلص لكم الميزانية كلها ما فيش حاجة صعبة إن شاء الله يقال إنه هنا في مصر فيه كلام ومحاولة ضم أحمد حجازي يعني سواء فيه فريقه السابق الأهلي باعتبر إنه هيلعب كاس العالم للأندية ولا كاس العالم للأندية دي بتزعى للسعودية كلما الأهلي يلعب فريق سعودي يكسبه هي صدفة صدفة أيوه أو تعود على ما يرى صحيح اللي بتشوف إزاي المنافسة دي يعني دايماً أهلي في مواجهة فريق سعودي بتاخد اهتمام كبير قوي المواجهة اللي زي دي صحيح في الأخير الأهلي بيكسب بس بتبقى واخد اهتمام كبير قوي جماهير أكيد طبعاً جماهرية الأهلي في كل الألعاب مش فقط في كرة القدم يعني إحنا مثلاً أنا بتكلم عن نادي الخليج إحنا موسمين لعبنا في السوبر جلوب في كرة اليد عايز أسألك عن ده بس بعد والمرتين لعبنا مع الأهلي على المركز الخامس والثالث وفوزنا ياخد هو الخامس وإحنا السالث على العالم من اللي بيكسب الأهلي الأهلي أيوة فإحنا إن شاء الله يعني طموح إننا نكسب إن شاء الله في الموسم القادم إيه سر التطور الحاصل في كرة اليد؟ لأنه اسم فريق اليد في الخليج اسم كبير وبيستضيف وبيلعب وبيخود منافسات سوبر جلوب فالاهتمام إزاي بكرة اليد؟ صراحة إحنا يعني الكرة اليد عندنا حاجة تانية في النادي كرة اليد هي الرقم الأول للجمهور الخلجاوي يعني رغم قوة الدوري السعودي اليوم ولكن الجمهور بيحب كرة اليد يعني هي ممكن تكون لعبة المنطقة الأولى في المنطقة الشرقية في السيهات فالجمهور بيحبها يعني من سنوات سابعة من 40-45 سنة فكرة اليد هي اليوم ملف يقوده زميلي وصديق الأخ علي المحسن هو المدير التنفيذي ونائب الرئيس في النادي قيادة هذا الملف حمل كبير ولكن بوجود عقليات مثل الأخ علي إن شاء الله نرتقي في الفريق ونكمل مسيرة هذا الفريق خلال تقريبا سنتين احنا حققنا من 10 إلى 11 بطولة في كرة اليد وتأهلنا إلى أيضا كاس العالم نلعب مع فرق كبيرة مثل برشلونة وماكدي بورغ من فيكا ونحقق سادس العالم هي أكيد مش صدفة ولا محضو صدفة هذا عمل تراكمي فكر إداري وأيضا قبل شوي إحنا استعرضنا ملف أيضا كاس آسيا أعتقد ممكن تشوفتوه حققنا الموسم الماضي كاس آسيا لكرة اليد كانوا بدولة الكويت يعني الأمور في كرة اليد ماشية مع الخليج الكويس بالعودة لكرة القدم من جديد هل حددتوا المراكز اللي محتاجينها في فترة الانتقالات الصيفية اللي جاية؟ لسه لأن انت عارف بجي ثلاث مباريات والثلاث مباريات هذه ممكن تصعد الفريق للمركز التاسع والثامن فإن شاء الله نحن نخلص مركز كويس وبعدها يتم مناقشات المدر في أمور في أسماء عالمية قد نراها في الخليج تبقى للميزانية اللي جاية؟ إلى هذا الوقت لا يوجد أي اسم هل السوق المصرية من ضمن الأسواق اللي مركزين معاها في الموسم اللي جاي؟ أكيد يعني أنا شخصيا معجب في تريزيجيه معجب في يعني فيه كام لعيب كويسين في مصر بتروح للغاليين أنت خلي بالك نحن مش نحنتكلم في الغلاوة مثل ما حنتكلم في الجودة جودة اللاعبين مظبوط يعني جودة اللاعبين اليوم لازم ما الجودة بتؤدي إلى غلاوة؟ اللي يبغى الجودة لازم يدفع يدفع سواء الخليج أو أي نالة حقيقي مظبوط فإن شاء الله بعد نهاية الموسم يتم مناقشة المدرب في الأمور هذه تكلمتوا مع تريزيجيه ولا لسه؟ لا 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 أنا أتكلم عن رأي شخصي تكلم عن رأي شخصي أنا أنا أشوف اللاعب يلعب صراحة بيعجبني مين أحلى صفقة عجبتك في الدولة السعودي؟ مش عند الخليج بأي بتكلم في المطلق الأكثر تأثيرا من الصفقات العالمية اللي حصلت في الموسم العدل أعتقد أنا أشوف ماكسيميديانو حج الأهلي هو من اللعيبة اللي صراحة بيأدوا داخل الملعب ومن الأسماء اللي جات وعطت في الملاعب صراحة سانت ماكسيميانو طبعا هو كان انضم في وجود رياض محرز وفي وجود فرمينو ضمن الصفقات الكبيرة اللي عملها الأهلي متروفيتش برضو عامل ومتروفيتش في الهجوم أيضا تغيابه أثر على الهلال في مرحلة في منتصف الموسم أسيويا محترفين هذا الهلال تقريبا ممكن كلهم ما شاء الله عليهم مع هذا نيمار نيمار الإصابة ما شفنا نيمار يعني عشان نحكم عليه أي تفتكر ده هيستمر التعاقدات بالشكل ده أو بالاستراتيجية دي ولا هنلاقي اختلاف في الاستراتيجية الخاصة بالتعاقدات أعتقد الفترة القادمة راح تكون يعني الأضواء كلها مسلطة على الجودة في اللاعبين أكتر من النجومية أو الاسم يعني يعني النجومية اليوم وصلنا إلى مرحلة كويسة بوجود كريستيانو رونالدو بنزيمة ماني كانتي لعيب أكتار موجودين نعيم رياض محرز فكلهم أصبحوا تسويق قوي جدا للدور السعودي الآن أنا أشوف المرحلة القادمة تكون في البحث عن جودة لاعبين يؤثروا على الفريق ومستوى الفريق أكثر من شهرتهم زيزو في حسابتكم أنت تقول لي لا تتكلم عن الغالين ما أنتو عايزين الجودة وتقال كتير أن في عروض سعودية فبسألكم هل كنتم أحد الراغبين في ضم زيزو؟ اللاعب المصري اليوم جاهز ليلعب مع أي فريق صراحة إجابة دبلوماسية جميلة عجبتني بس أنا عايز المعلومة هل زيزو ضمن حسابات الخليج؟ الخليج لا لا تفتكر زيزو في عنديها سعودية عايزة في الصيف؟ أكيد مستوى وجودة واحترافية ومنتلتي كل حاجة متوفرة في اللاعب لا يمنع أن يتواجر في الدولة السعودية لا يمنع أن يتواجر أنت أولا زيزو الكاوي بالمناسبة؟ أنا عشان محمد شريف هكون أهل أولا هل ممكن نجد محمد شريف نفسه في الأهل مرة تانية؟ ممكن يعني هو لازم إحنا نشوف حل اليوم اللاعب ده لاعب لاعب حقيقة يعني ولكن إذا لم يتناسب مثلا أسلوب مدرب الفريق مع اللاعب لعبوا من وجود حلول سواء حلول داخلية أو حلول خارجية داخلية بمعنى إزاي يتم التنصيق بينهم للأدوار أو خارجية بمعنى قد يرحل لاعب قد يتم عقد بيع عقد لاعب وهكذا يعني أنت في النهاية كإدارة نادي لابد أن تبحث عن الاستقرار الاستقرار هذا سيكون أنه اللاعب مرتاح والمدرب مرتاح اللاعب بيهدف المدرب مقتنع فيه والجماهير كلها مقتنعة بالعمل الفني الذي يحصل داخل المنتخب انضمامه للمنتخب كان بمثابة خبر مبهج بالنسبة لكم؟ أكيد زي ما قلت لك محمد لاعب كبير اليوم أنا وصلني إيميل انضمامه للمنتخب أيضا أعتقد بعد أسبوع في يونيو مضبوط في توقف يونيو في توقف حيلعب مبارتين وديتين لا ده رسميتين ده تصميات كأس عالم مؤشر إيجابي أنه اللاعب فعلا لاعب كبير مضبوط تحت قيادة حسام حسن عادة محمد شريف للمعسكرات الدولية بعد معسكر مارس هو الآن حصل نادي الخليج على استدعاء لمحمد شريف تحت قيادة حسام حسن أخيرا أنتم من ضمن أفكاركم التطويرية هل في خطة لبناء ملعب أو إيه اللي بتفكروا فيه في تطوير البنية التحتية للنادي؟ فعلا إحنا أحد الأندي اللي حصلت على بناء استاد رياضي جديد حيبدأ إن شاء الله العمل خلال الأسابيع القادمة تكفلت في وزارة الرياضة يتسعي إلى 15 ألف متفرج وحيكون إن شاء الله هذا الملعب أيقونة من أيقونات الملعب السعودية بالشكل الخارجي الموجود والمرسوم له وحيخلينا نلعب على أرضنا في سيهات يعني إحنا اليوم نلعب على الدمام على ملعب الأمير محمد شوية بعيدة عن الجماهير لأنه في مشوار تقريبا من 20 إلى 25 دقيقة ولكن وجود النادي في وسط وقل بمدينة سيهات يؤثر كثير على الحضور الجماهيري فالملعب إن شاء الله خلال الأسابيع القادمة هيبدأ فيه لمدة سنة ونص تقريبا المشروع هو حيكون مخصص للمباريات الفريق الأول وتمارين الفريق الأول ويوجد لدينا أيضا أستاذ آخر في الملعب في النادي يتمرن عليه الفئات السنية الألعاب المختلفة كلها عندها ملاعبها الخاصة ممتاز نادي الخليج أعتقد نموذج من الأندية اللي عندها استقرار في البنية التحتية ينقصها شيء بسيط يعني بحكم زيادة العدد اللاعبين اللي قاعد يزيد ممكن تزيد ملاعب للسيطرة على الأعداد اللي قاعد يزيد ممتاز محمد عبدالله الكحل نجم الخليج السابق والمدير التنفيذي لفريق الكرة في نادي الخليج أنا استمتعت بالحوار معك مرة تانية منور مصر ونراك قريبا مرة تانية بإذن الله أنا للشرف أن أتقابل معك شخصيا وإن شاء الله تكون المعلومات اللي تكلمنا فيها مفيدة وتفيد كل الناس اللي تجاعدت اسمعنا وتشوفنا نورتنا وشرفتنا وبكمنالكم التوفيق دائم شكرا بك يا حبيب نورنا محمد عبدالله الكحلق المدير التنفيذي لفريق كرة القدم في الخليج أما بعض الفاصل في عبدالرحمن مجدي المحلل الرياضي عن الكثير من الأمور اللي بيحصل في إنجلترا وعن منتخبنا الوطني وعن الزحمة بتاعة الارتباطات كل ده ده هنتكلم مع عبدالرحمن في بعض الفاصل خليكم معنا أهلا وسهلا بحضراتكم وراء تانية في الماتش صديقي والنجم الجميل عبدالرحمن مجدي الإعلامي والمحل الأرياضي هو وظيفنا وحشنا من أسبوعين فدعيناه فقبل الدعوة مناوري مجدي أنا سهلا أخبرك أنا معك دائمان بصدق معك أنا كمان كله كويس؟ زي الخل الحمد لله دانية حلوة؟ كويس الحمد لله شفت ماتش منشستر سيتي مع توتنهم؟ شفت الشوت الثاني آه شفت القصص كلها يعني شفت الحدث الأخرينية آه إيه رأيك؟ خلص الدوري كده؟ آه خلاص يعني أعتقد من بدري ممكن أنتعرف سيتي ريخم في موضانه يوقع ده يعني مش من الفرق اللي تستنها وتنصفك يعني آه مظبوط صعب بس هو كان الأمل الأخير النهاردة؟ أوه ماتشو تمام آه ماتشو سام هيبقى كويس بس طبعا توتنهم كان هو الطرف الأقوى اللي هو أقوى حاجة هتلعبها في آخر خمس ماتشوات أو أخر ثلاث ماتشوات فأعتقد كده صعب يعني خلاص التلات فرق اللي بنفسه على اللقب ولعبه توتنهم فكلنا لما كان ناقص سبع جولات قعدنا نقول إذا توتنهم يحدد البطل خسر من التلات ما حددش حاجة كأنه مش موجود يعني اعتبرني مش موجود خسر من التلات خسر من ليبر بول ومن أرسنل وقادي النهاردة من منشستر سيتي بس شفت اللقطة بتاعت الامفراد في دياق 85 وطبعا يعني ما هو دور اللي يديد حالوته في كده يعني لو انت فاكر المسلم اللي سيتي خد فيه الدوري في آخر في الوقت الضايع قدام كريستال بالاس كوينز بارك رينجرز اه قدام كوينز أك وو بي آر صح تاع أجوير ولما جاب جولين كان يونايتي دو أخد الدورة لغاية ما لغاية دير 96 ولا حاجة فهي حلوة الدورة الإنجليزي فأنا انت عارف انه ممكن في أي سنية أي حاجة تحصل عشان كده عمرك ما تزهل منه صح اللقطة اللي بقول لكم عليها دي كان سبحان الله جورديولا قرر ان يطلع ايدرسن وينزل أورتيجا حارس المرمى في آخر الماتش تقريبا في ديئة 70 الديئة بقى حاجة وتمانين سن غلطة دفاعية انفرد بالمرمى داخل على أورتيجا أورتيجا رح نزل بركبته وإديه وشال الكورة فجورديولا الكاميرات جابته هو بيتفاعل مع الكورة فوقع على الأرض وفرش جسمه احتفالا بصد الكورة لقطة ضايع دوري لو دخلت في تصديات بص القاعدة ده رد فعله لما الكورة تشالت لقطة دوري يعني زي تصدي مليانو مارتينيز في كاس العالم بالضبط في لقطات بتتنسيش بتعكولهم وانية بتعكولهم وانية انت هفكر الاسم حتى احنا ممكن قبلها ما كناس عارفين وانية قوي ايه صح ففي لقطات بتبقى لقطات بطولة يعني لقطات بطولة دي لقطة بطولة وعلى ما يبدو ان سيتي على بعد خطوة واحدة من التأتويج بالدوري الانجليزي على ذكر الدوري الانجليزي النهاردة قريد تقرير بيتكلم على انه ليبربول بدأ يعد خليفة محمد صلاح في حالة رحيله بتكلمه على جوردون اللي هو لعب إيبرتون السابق ونيو كاسل تتوقع يحصل تتوقع محمد صلاح ممكن نشوف موسمه الأخير مع ليبربول السنانية؟ اعتقد لا يعني لا اعتقد ان محمد صلاح هيبقى حابب انه يكمل في أوروبا طبعا ده تنبؤ بحت تش اي معلومة ولا اي حاجة بس اتخيل ان محمد صلاح هيبقى حابب انه يكمل في أوروبا وفي التوقيت الحالي انت عشان يعني محمد صلاح طبعا ده منتقر يحايا يكمل في ليبربول وهيفضل نجمل فرقة وكل حاجة لكن انتقالات التانية اللي انت عشان تعمل اوبجريد فانت مش هتروح ليه للمدريد من الواضح انك مش هتروح ليه للمدريد ومن الواضح انه برشدونه ما يتحملش رائعة البتاعك ودي حاجة طبعا تدعو للفخر يعني انت برشدونه ما يقدرش يجب معلنا الصلاح الجيش دي ده واقع اه 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 اعتقد ان الحل الانسب في الوقت الحالي هو لسه عقده شغالي يعني فازن ان هي فيها على الاقل سنة كمان لصلاح سنة كمان على الاقل جوردون البديل المحتمل بحسب التقارير لمحمد صلاح في ليبربول حاليا هذا الموسم مسجل عشرة اهداف وصنع عشرة اخرين لكن محمد صلاح مسجل 18 جول وصنع عشرة في الدوري في الدوري بس ولان الرقم ده اقل من ارقامه العادية رغم كبر الارقام بخليها الناس تاصي في موسم محمد صلاح بانه مش حلوة اه حاجة لزيزة يعني موسم السيء بتاعها بيجيب فيه 26-27 جول اه في مختلف البطولات اه لا لا في مختلف البطولات اه اه الاجوان بس بيعمل فوق الاربعين مساهمة يعني في موسم سيء يعني لان انت لما بتحط يعني صلاح المكان اللي هو حط نفسه فيها انه بيقارن بالطب في العالم يعني خلاص فبتتكلم على اه بتقارنوا بقى بهالند وتقارنوا بقى هاريكين وتقارنوا بالناس دي فعشان كده اه كمان سبق الناس دي في وقت طويل طبعا طبعا في ملاوات كان متخطيهم بكتير عشان كده انا قصدي ان انت بتيجي تقولوا هم اه هو نزل تحتهم دلوقتي مثلا لظروف كتيرة وغابع مباريات كتيرة جدا وكان فيه حاجات يعني ملابسات مختلفة فطبعا دلوقتي بقت المقارنة بالشكل ده في مختلف البطلات هيدا الموسم محمد صلاح سجل 25 هدف وصنع 14 يعني مساهم في 39 جول على ذكر هاريكين كنت بتكلم النهاردة مع احد اصدقائي على قصة انه الناس كلها قعدت في بداية الموسم لما راح بايرن قعدت تعمل كوميكس كده انه اخيرا هيخذ يعني منص التتويج فلما راح ولا اخدوا تشامبيونز ليج ولا اخدوا الدور اللي بقى لهم 11 سنة بيكسبوا ايه تصورك للمشهد لا هو طبعا انت بتتكلم ان مثلا زي ما ليستر سيتي اخد الدور الانجليزي مثلا وزي ما ليفركوزن اخد الدور الالماني زي ما فيه حاجات بتحصل كل سنوات كتيرة جدا ممكن تقول مثلا كل 30 سنة مرة مثلا اول المرة الاولى في التاييف اه انا بتكلم ان يظهر نادي اول مرة ياخدوا الدور دي بتحصل كلها ان واحد ياخدها المرة الاولى انت خلاص بتكلم في 3 اربع عندها بيتلف ما بينهم فده سوق حظ رايب بس هاريكين السنة دي سنة فيها عدد مساهمات اسطوري سنة فتاكة لهاريكين ما ينفعش تتقلل منها خالص ولا تقلل من الصفقة بلعاك صفقة مميزة انتجت بشكل جامد جدا لكن تزمنت مع ظروف مختلفة يعني مر بيها الفرقة طبعا وكان في الاخر انت لما تحسبك هات ليه وانت رايح للشامبيونزليج مثلا ولا حاجة بس برضو طبعا خرجوا من الشامبيونزليج بس موسم هاريكين على مستوى فردي من اقوى الحاجات في اوروبا هدف كبير جدا على مستوى الاهداف هو اول موسم صفري عموما لباير ميونيخ من 12 سنة كان لازم ياخد حاجة السنة دي ما خدتش ولا اي حاجة جامباب بي واعلان الرحيل عن باريس سان جرمان بشكل متوقع وبشكل متوقع الغير معلن لسه هو انه رايح ريال مدريد شايف ازاي المشهد ده والله بشوف ان مواضن بابي ده درس يعني درس مش قولك للوطن العربي كله يعني انه ازاي اللعيب بالحجم ده ماشي بيستغل للغاية اخر يوم في فرقته بيشارك في كل المباريات مفيش حاجة اسمها مثلا تجميدة وما طبعا عمله ضغطوا بكل الطرق بس الاول الاخر خلاص هي دي السنة الاخيرة فانت بتلعب وانت رجل فري خلاص لغاية اخر وقت كان عندك واصل سيمي فاينر لشامبينز ليجو وكنت على وشك كمان انك توصل يعني فاينر كانت توقعات بالشكل ده فبشوف ان هي فيها درس كمان في توقيتات الاعلانات البيانات الاعلامية خلاص بعد كده انا ماشي قم هدوا التون بعد فترة علو يعني كان في فترة ممشوش فيها بالشكل الشيك ده الدنيا سخنت وغضب من اللاعب وبعدها يلعب يا يجدد يا مايلعبش اه قبل ما تهدى بقى وتمشي بالتوقيتات زي ما انت بتقول اعتقد يعني لموها شوية هو طبعا جيه في وقت من الاوقات رئيس النادي ناصر الخريفي قال احنا احنا لن يحدث ان مبابي يمشي في ريديا لن تحدث قالها صريح حاجة ده وكان بيضغط مش قادر يفرط في نجمة بالحجم دوت طبعا وكان ناقص الدولو بورج ايفل يعني هداية بس خلاص لما استثم الامر الواقع بعد كده خلاص تستفيد من نجمة طب تحاول تاخد شامبيوز ليج قبل ما يمشي طب تبدأ ان انت تخطط لخليفته طب فهم ازاي فكانت انا شايف ان هي الست شوري الاخرانيين دول يعني فيهم فيهم درس كده ان انت نجمة ماشي وانت متصالح خلاص هو ده قراره وهو ده اموره وانت كمان يمكن عارف هو رايح فين فخلاص هاخد من النقطة بتاعت نجمة ماشي دي وهارجي على اوروبا تاني بس هروح لناحية محلية عندك دلوقتي فريق في كزا نجم عدوهم بيخلص بنهاية الموسم وفي نفس الفريق ده في نجم اكثر نجومية من اللعيبة اللي عقدها بيخلص دي عدو يخلص السنة اللي بعدها بس انت قلقان من انه يمشي تتعامل ازاي مع الملف ده فهم السؤال؟ فهم السؤال تتعامل ازاي كي لا تحدث اثرا سلبيا في الفريق؟ يعني انا بص هي لكل مقام المقالة حسب الاسماء وحسب الاولويات بس طبيعي لو اتنين مهمين هيبقوا الاولوية دولين في دولوقتي فطبيعي ان هم هيبقوا الاولوية في ملف التجديد انت بتتكلم على مين الاول؟ اكيد هيبقوا الاقرب الاقرب اللي هو كمان ست شهور دلوقتي ممكن يمشي اصلا اللي انت هتفقده خالص حتى اقتصادهم يعني مش هنفع تبيعه ويمشي خالص افهم ازاي؟ يعني نجمك المهم ده انت اسوأ الظروف ممكن تبيعه في الصيف برقم كبير او في يناير لسه تيوبش تاني او تجددلو اه او تجددلو انه اللي ماشي دلوقتي ليه الاولوية؟ في حاجة كده حقيقية ولا انت؟ ولا السؤال جيه فاجئة كده؟ في حاجة حقيقية الزمالك يعني زيزو عقده السنة اللي جاي يخلص وفي كلام عن التجديد وعن العروض الخالجية هحكي لكم القصص كاملة نكون وصلنا للمعلومة كاملة بعد نهاية مشوار الزمالك في الكونفدرالية بالمناسبة وفي لاعبين بارزين عقدهم بيخلص بنهاية الموسم زي عواد زي صبحي زي وباما اعتقد زي محمود علاء فالملفات مفتوحة في بقى اولوية زي ما انت تقول الاسماء بتفرق عواد ده الحرش الاساسي بتاع الفرقة مانفعش يمشي مانفعش يبقى فريق فده لازم اولوية مع احترامي لعيب اخر بدون بقى اي اسلام يعني ما بيلعبش او ما بيشاركش او مش اساسي في الفرقة يستنى يجي زيزو الاول فعلا طبعا لكن واحد هو الحرس الاساسي والتاني مع احترامي مش مديك الكونسيستنسي مش مديك السابات اللي انت تتقمن له يبقى دليل اولوية طبعا بيه ما شكرش ناصر الخليفي هو مشي شفت ازاي التصرف اكيد طوليش وقت ده كان ناقص يشكر الجيران ده شكر الاندية اللي جنب باريس لا 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 ما وقيتش طبعا بس بس احنا بشر يعني ما تخدينيش ان هما علاقتهم جيدة يعني لأ طبعا الاتنين دخلوا في صدام مية في مية وحتى ناصر الخليفة بالتحديد كان في وقت ملاقوه زي ما انت قلت كان تصريحاته فيها من فعاله وامورك متقوية فممكن تكون رسالة يعني بس مش هتوقف عندها كتير يعني يعني مشوف ان هي ممكن يكون علاقته بالنادي كلها كويسة بس عشان استضام حصل مع الشخص دوت سبقى ثارو بالزبط يعني هينضم للريال اللي كده كده مش ناقص نجوم لسه كسبانين من شوية بالمناسبة ريال مديد ألافايس بنتيجة خمسة صفر في مباراة كل عباء القوام الاساسي شارك وجود بيلنجهام وفينيسيوس وبالفيردي وأردا جولر سجل الهدف الخامس في المباراة النهاردة انضمام امبابي بتشوفه ازاي على ريال مدريد اللي وصل للنهائي وهيلعب مع دورتو انا بشوف طبعا انت عملت اوبجريد في كل حاجة طبعا امبابي يعني احسن حد في العالم في مكانه ولكن هيبقى اللي انا مستنين انا شوف بقى مع فينيسيوس يعني امبابي خلينا متفقين ان افضل مكان ليه طبعا الجناح الايصر ده بدون شك يعني وفينيسيوس ده المكان الوحيد اللي ينفع يلعب فيه يعني عمرك ما ينفع تبادي فينيسيوس ولا مواجن ولا هو ممكن دلعام بلعب باتنين دلوقتي فبقيت متجنب ان هو يبقى فيه الحتة دي بس حربة بالمعنى بالذات بس هي في الحتة دي يعني وفي الاخر انت بتاخد دروس من بريز يعني فعلا يعني انت بجد فعلا الصفقات لأ يعني انت اخر قلم خده ريال مدريد كان قلم يمكن هازرد يعني كصفقة معنا جاهلش لكن بعد كده تتكلم بقى وجايب نجم كبير يعني كمان يعني جاي افضل لعب في انجلترا بيلنج هام مئة مليون يورو حلال كما فينجا ما تقدرش قول ان هو وحش بالعكس غزال كما فينجا بيلعب في اكتر من مكان شاومين ايه طبعا صفقات هايلة لو بعدين لما ببصت شفت فيديو بيتكلم عنه يا جماعة اللعبة دي كلها اعمارها ده 18 وده 20 وده 21 واحنا عمين نعمل ده فيكو فيعني اللي ما بيشجعش الريال قدامه عشر سنين يغير الكرير بقى وكل الكلام ده وانت في المالي النظيف انت تحت بكتير يعني معاك براح يعني لو عايزت سنك جاية الدنيا ما عجبتكش فعايزت تفارتك 300 400 مليون يورو ما عندكش مشكلة بينما برشلونه عشان يدفع يصرف عشر مليون بيعضي قدامهم ينزل في الواتب ويحسن ولان دي تاركة يعني سبها برتمية وتاركة تاركة كان فيها مرتبات ديمبيليو مرتبات جريزمان ومرتبات بيانيتش ومرتبات كيجي ومرتبات مرتبات بالنحية التانية الامور المحسوبة اكتر مكتير الكلام دلوقتي على ان مبابي هيبقى راتب وهو نفس راتب بنيسيوس ونفس راتب بلنجهام بمعنى انه مش هيكون رقم كبير اوي يعني مش رقم مجنون ورقم كمان اقل من اللي كان معروض عليه في العرض السابق ولكن 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 في معلش مش رواتب بس انت بتشتري مبابي من نفسه على فكرة الصفقة الفري مش فري صفقة الفري فيها مكافئة توقيع فعادي جدا ان انت لقى ان الرقم ده مثلا ميت مليون يعني اه اه ايه فراتب ايه مفيش مشكلة فراتب يعني لا الموضوع بيبقاش كده يعني هالند قالك راح بخمسة وسبعين مليون مثلا السيتي عشان شرط الجزاء اه بس اه ابو واخد خمستاشر ورايولة واخد مش عارف كم فالصفقة متبقاش مفهوم بالشكل ده مفهوم تماما طيب اه عايز اقارك عن الاهلي وعن الزمالك لكن هبدأ بالمنتخب ايوه المحور ايوه اه شفت ازاي تصريحات الكابتن حسام حسن المدير الفاني للمنتخب الجدلية بالامس انا بشوف ان المشاكل كتير على الوقت ده على الوقت القليل العدد يعني مشكلة صلاح وبين ان في مشكلة طبعا يعني اعتقد ما فيهاش شك يعني بس التون اتغير مبارح ده كان من التصريحات القليلة المطمئنة اللي قالها مبارح الكابتن حسام حسن انا قصد ان دي كانت مشكلة في وقت من فوقت اه اه عمر مرموش اه اه ايوه عتقول لي ان عمر مرموش دلوقتي هيبقى مبسوط وهو جاي المنتخب وهو جاي وقابل حسن حسن مسلا اه لانه خلاص انت اه سلمته بلغة يعني بص اظن ان يعني منفعش مدير فني يعني بتيكي تتكلم مسلا على اللعيبة بشكل سيء او بشكل اه اصلي انت هو هو دي كانت قنبيلا مبارح دوري كله اه مش نافعة اللعيبة كلها مش نافعة مرموش ما عندهش وطنية طبع مع المصطلحات على حق يعني الفكرة ماشي اه الفكرة بس المصطلحات اه 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 دايما انت كان عندك الرغبة ان انت تبقى ماسك المنتخب كابتن حسن كان عنده الرغبة ان تبقى ماسك المنتخب وكان دايما شايف ان هو احق الموضوع ده والدوري بتاعنا هو هو ما حصلش فيه تغيير ايه ايه ايده في الدوري اكتر من اي حد يعني هو اكتر واحد بيجيب لعيبة صغر فهو دايما باطس وعارف لعيبة كويس وكان دايما بيبقى شايف ان فيه حاجة احسن ممكن تتعامل فتصريح زي ده يعني في الاماكن تانية ممكن يعمل شرخ يؤدي الى رحيل المدرب يعني يعني لان انت بتقول ان انا في مهمة مش منطقية انتوا عايزين نعمل حاجات ماينفعش تتعامل اه طب يعني حك وفقت وقبلت وقلت ان اقدر وكنت دايما مسؤولة ان انت تقدر فادايت طبعا لان الواحد كابتن حسن من نجوم طفولته من اساطير الكرة في مصر ما فيهاش طبعا شك بس يعني خيلت ان النغمة اهدا من كده ان انت برضى ما تخسرش اللعبه كلها حتى بالشكل ده فعلى فكرة اللعيبة معلومة يعني اللعيبة طبعا مستأل جدا من اللعيبة ايه الدوري لعايبة الدوري من الدوري لعيبة الدوري اه ها لعيبه الدوري مو هو بيكلمة على ان الدوري لم يفرز لاعبين جدد بزيق بتاع التصريح. فلعبت الدوري متضايقة? اه يعني انت حتى اللعيبة عمتا بتتكلم ان ده كلام توقيته يعني يا وحش توقيته بيقتل طموح لناس توقيته بيحسس لعيبة ان هم مش في الصورة ان لعيبة مثلا مهما اكتهدت انت يعني مثلا ممكن يكون الكابتن حسام قال برضو على لعيبة معينة ان هي لعيبة مميزة طب وساب لعيبة تانية. فانت نادرا اصلا ما بتلاقي ان مدير فني بيطلع يتكلم عن منتخب ويقول اسامي. اه. يعني يقول فلان عمل غلط. وفلان كويس مستني. يعني انا بشوف ان يعني ضرت اكتر بفادت يعني. طيب المنتخب البوركينابي هو ال 62 عالميا. المنتخب الغيني بساو هو رقم 116 عالميا. احنا سابقين المنتخبين طبعا على مستوى التصنيفات. تصنيف الدولي. لكن الكابتن حسام حسام بينزل الموضوع باعتبار انه من يمتلك محترفين اكتر. ويبيشوف انه دي من دلالات ان موقفنا صعب. وان هي من اصعب المراحل في تاريخ الكرة المصرية. شايفت المشهد ده ازاي وتحليله المفروض يبعمل ازاي? هو طبعا كابتن حسام في الحتة دي مش عايز الناس تتعامل مع الموضوع ان احنا كده كده. رحنا كسر. اه ولو رحنا على فكرة عادي. يعني الناس دلوقتي بتكلم ايه? لا على فكرة لو رحنا كسر عالم ما تحسنش انت عامل انجاز ده 48 فرقة رايحين. اه. فهو دي حاجة هو عايز يكسرها. اه. وانا متفق معاه تماما في حتة المحترفين. ومن زمان بقول ان دايما اللي عنده محترفين في اوروبا يسبق اللاعبة محلية. اه. بس لا يعني انا بكلمك على منتخبات اللي هو ايه اه اللي هما اعلى. اللي هو بتكلم على السنجال والكاميرا. جزائر والسنجال والاخ. الناس دي كمان عندهم محترفين على لفل عمل ازاي. بس محترفين المنتخب بوركينا اه يعني كويس قوي وكل حاجة. لكن هو اصلا متعثر من بعيدة عننا حتى. اه. في مباراة قبل كده. والمجموعة ما فيهاش غير منتخب بوركينا يعني. فيها حد تاني. ما فيهاش حد تاني. ما احترامي يعني. اه. فبرده يعني. انا بقول دايما. اه. هل دي شفافية ولا شماعة مبكرة. ما هو. ما هو. لما تيجي بقى تاخد التصريحات كلها مع بعض. اه. بوركينا عندها كان محترف. الدورة ما طلعش حد. اه. 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 مرموش مش جاي. وقلت له ديجي وما جايش. و اه مش عارف ايه. معناها ايه. يعني معناها ما نطلبش حاجة. ما تحطوش امل. ما نطلبش حاجة. لا ما فيش حاجة اسمعها كده. هو في الاخر بس هو راح بعد كل الكلام اللي انا عمتفق معاك انك جمعته. قال انا ما بشتكيش على فكرة. بس بحط قدامكم المعطيات والظروف. يعني انا بشوف ان هي دي يعني كانت ممكن حتى تتقلب صياغة يعني مش قاسية كده لان هي وصلت للناس كلها ان هي شكوة. ان هي اه مفروض ان احنا ما نحطش امال كبيرة. اه. وده امر مش مقبول بالذات من يعني اه من مدرب كبير كان دايما واضح لنا ان هو شايف ان في حاجة ممكن تتعامل احسر من اللي بتتعامل. هل لو هنحلل اسباب الاعدتين ومحتوى الاعدتين. الاعدة كنت انا موجود فيها الاولانية دي. يعني ظروفي بس منعتني ان انا كن موجود ان باح. اه. هل لو حللنا المحتوى ده نحس ان الكابتن حسام حسن متخوف من المصير اللي لقاه من هم قبله من المدربين الوطنيين حسام البدري اه ايهاب جلال ولو رجعنا شوية شاو ايه غريب اللي هو بيبقى ان هو على طول كده بيمشوا اه وبيعودوا يقولوا مبررات فهو بيقول المبررات قبلها علشان يحطنا قدام القصة فنهدى عليه. بوس هو الكابتن حسام هيبقى دايما عمره اطول من من الكابتن حسام بجر كابتن ايهاب. ان هو اسمه والمطلب الشعبي اللي جيبيه هيخدمه طبعا. في عامل ازاي. وان شاء الله هنتخطى المباريات اللي جاية. بس لو حصل اخفاق لا يعني ما حدش هيستنى يعني. ده في التوقف لا لا مش ده. مش ده. انا حس ان الموضوع راح للسرعة بتاعت التوقف ده يعني شفت ناس بتتكلم دلوقتي مش معلومتنا احنا انه بدأ التواصل عبر وسطاء من جديد مع ايرفي رينار. انا قريت الخبر ده من شوية. واسعة شوية. واسعة ها. ان شاء الله هنكسب المماشين يعني بازن الله. بس انا باتكلم انه يعني ايه هي مش بعيدة على حد. وبعدين انت اه يعني اديت رسالة ان انت مش واثق في المسروع اصلا. انا انا الرسالة دي وصلتني اصلا كنت متخيل ان كابتن حسام يعني اه يعني هيبقى هو تفكيره مختلف يعني تفكيره ان دايما ان احنا مسلا في مدربين كتير عاملوا واحد انت قتل بقى انا هجي اعملوا حاجة لان هو بيعمل حاجة مختلفة في كل الاندال اللي بيمسكها. بيبقى ليه حاجة مختلفة. لكن انا حسيت من مرة دي ان هو كأنه يعني مش عادة وانحنا كنا عايزين انك وانت كنت عايز. اه. يعني فهي مقصدي. فحاصيت ان احنا هو خسر جزء جماهيري بدون شك. اه. في دمج حصل يعني انبارح حتى مع الجمهور يعني. اه. طيب اه هو كان اتكلم ودي اخر نقطة قبل ما نسيب المنتخب عن اه العلاقة مع الاندية والوطنية اللي بتحتم على الاندية ان هي تسيب لعبتها. طيب احنا فيه مأزق دلوقتي بتاع انو متشات الكيس. تسعة وعشرين وثمانية وعشرين وثلاثين او تسعة وعشرين وثلاثين وثلاثين مايو. اتحاد الكرة قال هيبقوا من غير الدوليين. هو رد بانه طب الاندية قالت لأ انا مالي. وعلى فكرة الازمة مش بس ستبقى اهلي اهلي وبرامد زوازة مالك. لان بيقولوا ما فيش ليحة بتقول كده. اتحاد الكرة بيقول انه يعني العرف جارة ان احنا بنستدعي المنتخبات بتلعب من غير الدوليين. هو بقى اتكلم في انه يعني انا ما طلبتش ما جبت سيرة الدوليين بس انا عايز ان احنا يبقى معايا خمسة ايام زيادة علشان اعرف ان انا امرن اللعيبة كويس. شايف ازاي الحتة دي? قبل وتوديني الحتة اللي بعدها. بص هي الصدمات بتاعت المنتخبات دي دايما بتحصل. يعني مسلا مسلا كان في مرة اه ما كان نوير مصاب بار مونخ اه لما راجع من الاصابة على اليورو تقريبا او حاجات زي كده بار مونخ اه رئيس النادي قال تصريح قال له واشتجن اللي وقف في اليورو مش هبعت لعيبة منتخب تاني. لزبوط. قال لها كده في اس بي ان موجودة تصريح زي ما هو كده. اه. وساعات اه يحصل يعني بس في الاول الاخر بيحكم الموضوع ده لايحة يعني. ام. يعني اولا مفروض ان اتحاد الكورة هو اللي يدير مش الاندية. فلو الكاس مصري بدون دوليين اصلي. احنا محتاجين حاجة تتغير. اه. ما هو الدنيا خربانة. يعني. يعني الدوري بيخلص احنا الدور الانجليزي بيخلص احنا مش زامعية. والدولي لازم بقى مندرين. وما يفعلش شكله يتغير. عشان الاندية مش موافقة. وكاس مصري لازم بقى دولين عشان الاندية مش موافقة. اه. هو اللي بيدير الاندية. ولا اللي بيدير حد قراره قوي. بيمشي على كل الاندية. اه مزبوط. مفروض حد يعني. وعارف القصة دي كمان اضافة لكلامك يعني. لما رجعنا بس احنا متفرج على ماتش التراجي التونسي في الكاس اللي ودعوه من كم يوم. وبيلعب مع فريد درجة المحترفين الاجانب. ومن غير الدوليين. لو الفريق بتاع الممتاز لعب فريق درجة تانية. فهم حطين ليحة. ليها مغزة يعني علشان هدف. احنا عندنا اللوايح بنحطها بس لما بنتقزم. بس اه. الطبيعي ان انت بتحط القرار علشان ده هيفيدك في قرار تالي. فكل قرار بيكمل بعضه. فبتكتمل المنظومة. مش الدنيا ماشية بانه طب معلش ممكن العرف جرى. معلش ممكن نعمل. يعني ما عندناش اللوايح في حاجة كتير. فبتحتاج تقود قرارات. اي قرار بتاخده. هيصطدم. اه بالزبط. بيبقى فعاجب حد. والتاني بنقول انت مجامل الاولان. صح. يعني زي مثلا الفين وتولواتة اهلي وامبي. مفيش لايحة واضحة او مش عارف ايه اللي حصل فبرضو بقى قرار. يعني هيطلع دلوقتي قرار ان الاهلي خلال دوري ولا امبي. قرار. متى متخل فاكيد في طرف من الاتنين هينفجر غضبا يعني. دلوقتي اخر حاجة لان الموضوع بيتم التحقيق في اتهام امبي بتزوير لعب المصري. المصري هو. اللي بعد كده القصة التانية بتاعت الكاس دي هتبقى قرار. اه. طب هو المفروض ان القرار بيطلع خلاص. تفهم ما قصدي? يعني احنا عندنا حياة كتير قوي زي زي كده اللي هو مسلا دوري مجموعتين. لا ما ينفعش. اللي عندها مش عايز. طب دوري من دور واحد بلاي اوف. اللي عندها مش عايز. طب ما احنا عند دوري عندنا بقى احنا محتاجين نغير حاجة. ايه. اللي عندها تبص لنفسها. واخد بالك ولو قلت القايمة 25 اه الاهلي مش عايز او زي 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 بطولة. اه. الفرقة الصغيرة عايز 25 عايشان هو معهوش بوضجة ان هو يجيب 30 وعايز الاندية الكبيرة توقع لعيبة. اه. يقدر ان هو ياخدها. طب لو 35 30 اللي هياخد اللي هيبة كلها. اه. فالاندية صغيرة. ما انت عشان كده دايما بتبقى القارات اللي زي دي اللي هي فيها عمل هيكلة للمنظومة كلها. بتبقى مهم انك تجتمع بكل عناصرها. بس مش كلهم هيوافقوا. ايو ما انت تحط بقى اه اه اللي ممكن يعني كل قرار بيؤدي الى قرار. انا ليه باخد القرار ده? تروح شارح لهم. انه علشان لما اعمل كده. نتيجتو ان انا هستفيد كده. لما لما اجبرك ان انت تعمل القيمة كده ده هيسهل لي ان البطولات انتظام المسابقات مثلا. فتبدأ تقنع. وتبدأ تسمع. فتبدأ توصل لحاجة ممكن في النص تحق بيها المكاسب. وما تضرش بيها الاندية. فاهمني? مفهوم. كل حاجة بتؤدي الى حاجة بدليل انه حتى التنظيم ده هيؤدي الى زيادة القيمة التسويقية للدوري. فبالتالي هتؤدي الى ارتفاع مستوى الاندية لان هيبقى عندها قدرة على المختلفين مش هيجيهم تلاتين ستة يقولوا مع السلامة عقودنا خلصة باي باي يمشي. في عشرات المشاكل اللي بنواجهها. طبعا يعني لازم حاجة تمشي على كل انداء ايا كان عاجبهم او لا. لان انت محتاج تصلح شكل الدوري. انت في الانتقالات مش عارف تجيب لعيبة لان الدوري بتاعك وقت ما اللايبة بتبقى متاحة في ريه. انت لسه دوريك هيبدأ شهر عشر. يعني اللايبة دلوقتي اللي عقودها تخلص تلاتين ستة برة. اه. لو انت عايز تجيبها لمصر انت اصلا دوريك هيخلص في تمانية. نصح. نصح. طب اللايبة اللي عند دكتور وليدي اللي هو ما لو عقده خلص اجنابك يا دكتور وليدي هلاقيه مشي. اه. اللعيب بتاع ده سامو عليكم انه مشي. اه. زي ما فرجاني عمل في الزمالك اللي هو بيحب الزمالك اصلا بس خلاص الدنيا كلها ماشي كده هو مش هيعكس الدنيا كلها فهم. اه. فطبعا لازم حاجة ما ما تبصش لرأيي الاندية. اعمل حاجة مصححة قوية ما ليش جعب رأيي الاندية. ده ده ليفر بول راح لعب في كاس عامل الاندية وبعد فريق اه الشباب لعب في الكاس خسر خمسة صفر من استون فيلا. قدام استون فيلا. خسر خمسة صفر. استون فيلا بالمناسبة بس بدون قطع كلامك لأول مرة من اربع عقود تقريبا بعد تأخر او خسار التوترام النهاردة رسميا تأهل الى الشامبينز ديج دوري ابطال اوروبا. عمر خضر رايح لهم. اه. يعني عمر خضر قد نراى بيرعب في الشامبينز ديج. هو الفين وخمسة يعني اه. يمكن. اه. يتوب. اه. لو اقنع. عنده اه مجهود جامد لازم يعملو عشان. اه طبعا. اه. بس اللي بيخطط يعني. يعني اللي بيخطط. اللي بتعب بيلاء يعني تخطيط طويل باين يعني بصدقات معاناة بمدرب بتدرج بكل حاجة يعني طيب هو الفيف برو كانوا طلعوا بيان من كم يوم بيهجموا الفيفا ولو ما اتحركتوش هنتحرك احنا قضائيا ضدكم يعني علشان قصة الاستحداث البطولات زيادة المباريات فالمتدرر الوحيد هو اللاعبين اللي هم موجودين تحت مظلطنا كفيف برو الازمة دي واضح بكثافة ان هي بتزيد في السنوات اللي فاتت هنوصل لحل ازاي؟ لا هتبقى بتوصل لمرحلة انه يعني عدد المباريات للفريق الواحد ممكن يوصل لارقام كبيرة يعني طبعا هي حتة اقتصادية بحتة يعني انت بتيجي في وقت بتقول ان فيه مكاسب جبارة زي مثلا السنة دي مثلا من حاجات اللي عملت مشكلة مثلا دوري السوبرليج او بطولة السوبرليج الافريقي او بطولة السوبرليج اه دوري الافريقي اه دوري الافريقي دي بطولة دخلت في وقت يعني من من الحاجات اللي عملت مشكلة في الدوري انها اخرت الافريق طبعا مدة طويلة يمكن اقعد ثلاثة اربعة اصابيع ما بيلعبش في الدوري او بيلعب حاجات قليلة جدا فلكن في الاخر هي مقابل مادة كبير فانت الاندية دائما هتفضل اه ان الاندية عايزة تشارك في كل حاجة اه امور مادية كده لكن اللي بيتضرر منها في الاخر اللاعبين والاتحادات كبير من ناحية عايزة تشارك في كل حاجة اه طبعا عشان تكسبها كمان تشارك طبعا فبتلاقي اللاعب بطلع من هنا على المنتخبات على الحاجات درجة انه بدأ انه يبقى في اندية يعني ودي كان بيتكلموا فيها حتى فترة الكورونا في في اندية انجلترا مش عايزة تبعت لعيبتها البرازيليين منشاطة الامريكا الجنوبية وكانوا بتلكيكوا بالحاجر الصحي وكده احيانا بيقولوا مش هابب ايه بدأت يعني الاندية بدأت انها من كتر الضغط بتنفر من المنتخبات في بعض الاندية ما بتبعتش اللاعبة او بتحاول انها تنصخ بخضر الامكان انها لا يبقى ما يروحوش لمشاطة الودية فالمواضيع تحاول لبيزنس برضو لدرجة والمتضرر الاول هو اللاعب اللي بقى يلعب في الموسم الواحد بتاع تمانين مباراة اللي بيقدر نوايب عنده سكواد ديب يعني اللي هو فيه واحد اثنين وثلاثة ويقدر نواي يلعب الناس كلها عنده كفاءة نوايي الناس دي كلها تلعب ويستخدم التكنولوجيا في كتير قوي ما تنفعش ان انت تعيش عشان ما تنهرش عشان ما تنهرش في الزمالك بعيدا عن كرة القدم هنتكلم عنه خلال الدقيق اللي جاية لكن على مستوى كرة طائرة افضل معد في بطولة افريقيا للسيدات على مستوى الكرة طائرة دانا شوئي انضمت رسميا الى نادي ماكوبولو اليوناني بعد انتهاء تعاقدها مع الزمالك في صفقة انتقال حر مبروك دانا وبالتوفيق باذن الله اما على مستوى كرة القدم فبحسب ما ورد الينا الثلاثي الاهلاوي عمر السلية احمد عبدالقادر احمد نبيل كوكا لم ياخد التدريبات حتى هذه اللحظة النهاردة ما خدوش التدريبات وبالتالي بكرة لسه في محاولات تأهيل علشان يبدأوا ياخدوا التدريبات الجامعية ده معناها انه مش هيلحقوا لا مش ده قصدي لكن معناها انه الوضع الراهن بيقول انه هم لم يتدربوا حتى يوم الثلاثاء قبل السفر يوم الخميس لمواجهة اليوم الاربعاء لمواجهة يوم السبت باذن الله شايف ازاي ما اتش التراجي لا بشوف الاهلي طبعا افضل يعني الاهلي اقوى الاهلي كعقلية اقوى كثقة اقوى كشخصية كاعتياد على الفوز بالبطولة كنحية جماهيرية هتكون في مطشق قاهرة هتبقى الاهلي اقوى بكل المقاييس والاهلي معتاد ان هو بيعمل نتائج ايجابية ودي نقطة يعني ما تقلش اهمية عن الامور التكتكية والفنية ان انت عارف ان الفرقة دي مفيش مشكلة تكسبها عادي تكسبها هناك هنا تعمل كل حاجة واعتقد ان التخوف يبقى عندهم همهما ده بحكم التاريخ وبحكم السنوات الاخيرة وبحكم كل حاجة فبشوف الاهلي طبعا يعني عنده فرصة ان شاء الله خوية جدا يعني بتعرف تواقع التشكيل؟ لا اهلي الانسب من وجهة نظرك يعني فجأة كده اعتقد مفيش خلافة على مثلا بتاع تمانية من الحداشر اللي ممكن يبدأ مصطفى شغير ولا الشناوي لا مصطفى شغير ده عضل ربنا يعني حتى انت الشناوي راجل حرس كبير بس انت ضامن ان هو راجع على انهي فورما ما شفتش خالص طبيعي يعني انا واثق بالنسبة 75 في الماء انه راجع على فورما جيدة ولا كده ده الراجل اللي خض البطولة كلهم ما دخلش فيه ولا هدف قررت ان لونين اا قال انه مصيره مع ريال مادريد مرتبط بهيلعب فينال تشامبيونس دي قدام دورته منذ دلقه وان كان الوضع مختلف عن قصة شو بيرو الشناوي لانه كورتوا رجع وبدأ يلعب والنهاردة هو كان اساسي والماتش اللي فات كان اساسي والماتش اللي قابله كان اساسي على مستوى المحلي فالوضع هنا انه مين اللي هيلعب الفاينال ده سؤال محير لونن اللي مكمل معهم للفاينال ولا كورتواء اللي رجع وبدأ يلعب والله هم لو شافوا فورمة كورتواء افضل لازم يلعب اصلحنا مش في اكاديمية بناخد فرصة انت بتعمل اصلح للفريق لكن انا بتكلم انه الشناوي لو كان في نية يلعب كان لازم يكون لحق لعب 3-4 مطشاط حتى لو ده هيغضب شوبير او كده لكن دلوقتي في الوقت الحالي اعتقد الخيار الوحيد هو شوبير محمد هاني ولا عمر كمال عبدالواحد لا فماتش تونس محمد هاني عفوا هو مش في القائمة الافريقية اصلا طب السؤال لشكل اعام عموما ما بيقدمه محمد هاني وما بيقدمه عمر كمال عبدالواحد لاني شايف المقارنة بدأت تتعامل الايام اللي فاتت بدون شك عمر كمال عبدالواحد هجمان افضل وقررته هو رجل اصلا جناح سنوات طويلة لعبها جناح فهو ميولة الهجمية افضل بكتير عنده حلول جوه الملعب تقدر توظفه رجل يعني يعني طبعا بتلعب كمان حتية الجناح ما خليها عنده مرونة ان هو يخل لجوه فطبعا هو الاهلي في تسعين فمامة من مبارياته بتحتاج ان الباك يبقى ديه دور هجومي لان الفرق كلها بتبقى انت الفعل الفرق بيكون رد الفعل فبشوف ان عمر كمال طبعا افضل هو عمر كمال افضل لعب في الشهر في الاهلي يعني ثلاث مرات اعتقد رجل المباراة بعض اه واصبت مرتين التحاد والماتش البلدية وبقيت المشاركات مميزة اه الا اللي كان واقف فيها مساك دي الاهلي اتغلب فيها اربعة ثلاثة وانتقد بقوة بسبب الماتش ده مرسيل كولر وطلع قال انا مش هعمل كده تاني فاكر علي معلول محمد عبد المنعم قبرامي ربيعة لا خلاف الا بقى لو له رأي اخرى واستوى متولي مثلا او ياسر برغيم لا اغرام رابيع او outright اه تواصلح ثلاثة خط الوسط يعني كوكا تمام اعتقد برضو اه مهم مروان مروان عاطية اه انا خلفة احصلة حضر لك الامام عصور امام متى في الماية واكتب اعمام ومروان عاطية مهمين جدا وسام ولا الكهرباء ولا مودست واسام اوا اجابة سريعة بيرستى واحسين الشاحات بيرستى واحسين الشاحات وسام واحد من افضل يعني اعتقد افضل مهاجم تعاقد مع الا اهل من مدة يعني من مدة من مدة اه وطبعا في بدائل اخرى زي ريدا سليم زي احمد عبدالقادر اذا جاهز اي رأت في المستوى اللي بيقدمه ريدا سليم دلوقتي لا ريدا سليم صفقة مميزة جدا صفقة مميزة جدا ومناسبة ولانه يعني فعلا الانديان المفروض بدأ يبان ايه الصفقات اللي بتشتغل وايه الصفقات اللي مش بتشتغل اه يعني ازارو جاي من الدور المغربي داس اه افونا جاي من الدور المغربي داس ريدا سليم ما شاء الله يعني في باقي بس ريدا سليم انا مستنى من نوع لا بس بس ماشي معه يعني ريدا سليم كواليتي واضح انه عالي جدا عطلته اصابة برضو لكن الراجل من اول يوم بصم لا بالظبط من اول يوم كمباين ودعب وطبعا كمباين لا لا ريدا معلول طبعا نفس الكلام فبقال لما كنا شمال افريقيا ده ماركت يعني اضمن من انك تروح تاخد مغامرة زي مغامرة مودست مثلا يعني اعتقد كده يعني لا ريدا سليم صفقة مميزة جدا الزمالك قدام نهضة بركان خسر اتنين واحد زهابا فرصه في العودة والتتويج شايفها ازاي يعني مرتفع جدا جدا لانه برضو بفضل الله يعني المباراة اللي هناك انت اصل اتنين صفر تخليك انت انا عالسجل هلاثين عشان تتعادل لكن طبعا واحد صفر دي جميل لو انت كده كده عايز تكسب في مصر واحد يعني واحد صفر هي اقل النتيجة مفيش نتيجة اقل من واحد صفر مش تكسب نص يعني فالهدف طبعا اللي سجله الزمالك هناك كان كواس جدا برغم ان المباراة طبعا يعني ما تمش التعامل معها احلى حاجة لكن انا بشوف ان الزمالك افضل من الفرقة دي بكتير يعني حتى هناك وهما في ارضهم لما بتشوفهم هما ما عندهمش حاجة تخوفك يعني فيه كان فيه فرقة لعبة انت عارف ان فيه تلاتة اربع عناصر مرعبين انا مشوفتش ولا واحد هما روحهم كانت عالية استغلوا توتر الزمالك ضغطوا وجابوا لين اتراموا ثلاث مرات في التمنتاشر اول ست دقائق جابوا واحدة فأنا تمام يعني فبشوف ان في القاهرة مع الضغط وبعدين الزمالك مسك عليهم كرة شوت تاني كله تقريبا وراح وممكن الزمالك مكانش بس يعني 60% الاستحوات للزمالك وفي اوقات وصل 70% والزمالك مكانش متارجت ان هو يعني يخلص هناك برضو خلي بالك وانا بقول ان ده زكاء لان المدرب مش مطلوب انك مباراتين تحسبهم في الاولانية ده من الزكاء وده اخد الرزق لا في مبارات تانية كده كده فلو انت اجلت فماتش هيبقى انت عندك هنا يعني 80 الف مشاجئة اهل حاجة فأكيد تأجيلها كويسة يعني ايه رأيك في جوزيجو ميز انا حس انه محير للناس فيه ناس بتقولك يمشي بعد ما ياخد الكمفدرالية ده تقلل رأي ده النهاردة من اتنين نقاد وفيه ناس تقولك لا طبعا بداياته كويسة بالنظر للقائمة اللي بيمتلكها فماينفعش يتحكم علي دلوقتي لا بداياته كويسة طبعا انا مقتنع به يعني وبشوف ان دي نوعية المدرب اللي انت ممكن تستنى عليه وتعمل له صفقات على زوءه اه يعني هو عمل قريدي طبعا ولما عمل بصم بهم يعني انا بشوف انه صفقات جت فورا تركت بصمة ونص ملعب الزمالك بقى من امتع نص الملعب اللي في الدوري بتشوفت حاجة حقيقية بقى انه هو بلعب بناس كلنا متفخين انهم ما كانهم برا الزمالك يعني زي سامسون مثلا انت عارفوا انه هو مكانه مش بس خلاص هو بيحاول انه هو يسدي بيه لتوقيت الحالي انت بتلعب نهاية افريقيا بتلعب سامسون مواجد فانت معذور نوعا ما يعني فهم عبد الرحمن قبل الختام انا بشكرك جدا كالعادة انا اللي بشكرك بكون مبسوط جدا بلقاءاتنا معنا وانا بكون سعيد جدا انا معك طبعا نورتين شكس خرا شكرا بك نورنا عبد الرحمن مجدي وانتو كمان نورتونا وغدا لظروف التغطيات مش هيكون فيه الماتش وبالتالي يوم الخميس لقاء حضراتكم مع الزميل الدكتور ايهاب الكومي اما هاني حتخوت فيلتقيكم يوم السبت باذن الله وفريق العمل كله بيحييكم حتى نلتقي الى اللقاء موسيقى